ماشي. فبس هتأكدوا علينا دلوقتي معاليش ان كله تمام الصوت تمام شايفين كويس? الاسكرين دي واضحة. فرج هازم على اللايب. فرج. شوف الصوت. الصوت تمام اكيد. لو حد عنده اي مشكلة في الصوت في اي حاجة اقولولي. انا هبدأ على طول عشان الوقت وعشان ما ضيعش وقتكو. اه ملحوظة عشان بس لو انت اقول مرة تخش لايف بتاعي اي اسئلة في خلال اللي انا بحله يعني وانا بحل دلوقتي احاول على قد ما اقدر اشرح بالتفصيل ولكن بسرعة اوي. اوكي? فانت اي حاجة مش فهمها في اللي انا بشرحه او اي سؤال عندك في اللي انا بشرحه او اي حاجة مش واضحة في اللي انا بشرحه هتسأل فيها. اوكي? بعد ما بخلص بقرأ الكومنتز بتاعتكو اه وبشوف الاسئلة واللي عايز حاجة في سؤال معين عدته بعيده تاني مفيش مشكلة ايا كان السؤال لان الاسئلة بتاعتكو اهم بكتير من اللي انا طالع اشرحه. اه البي دي اف ده في كم مسألة كده لازم 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 تحلهم او على قل تقراهم اه مش بقولك يجي منهم الامتحان او لا بس هي افكار اساسية خلاص? اه طيب اي بقى حد عايز حاجة برا اللي انا بشرحه برا المسألة اللي انا حلتها عند سؤال استثنائي عايز يعرف الفرق من كزا وكزا عايز يعرف امتى بنعمل كزا اي سؤال عندك هتبعثه بس انا مش هجوه دلوقتي كل شوية هفصل الاسئلة يعني خلص شابتر وان مسلا وبعدين اعمل ايه? اسمع من حزم الاسئلة اللي انتوا بعتينها اتفقنا? عرفني ايه المشكلة? الصورة بطيقة ولا الاي بادي اللي بطيق? ممكن نكون نيف? ها كده. بص كده انا بكت. انا اللي بعلق? ها. انتوا بتوطوا صوتكو يا جماعة بتوطش بطروني انا. ما انت بتقولي افتحكم من تاني. ماشي يعني اعلي صوتك عادي. شغال ولا بتقولي ايه? شغال يا جماعة. لما بتتكلم عني. ايه يا جماعة? عادي انتوا بتوطوا صوتكو ايه? مش فهم يعني مطلوب. صلوا عن نبي? طيب. اه. يلا حبيبي هنبدأ على طول. اه. اول كم مسألة بحلهم هم اللي بيكون فيهم الحاجات المهمة. في شوية حاجات حابة بأكد عليها. ارجو ان انتوا كلكم لو بتتفرجوا تكملوا وتتفرجوا. لحد ما خلص الاسئلة اللي انا عايز انبه عليها. اوكي? طيب. لو انت قدرت انك تحل البي دي اف ده لوحدك حتى لو ما شفتش اللايف. بس في حاجات عايز انبه عليها. فتنستنى مع بعض حتى نص ساعة ساعة ان شاء الله. هكون خلصت الحاجات اللي انا حابب اقولها. اوكي? يلا نبدأ. طيب سؤال شائع جدا. السؤال ده هيجي لك زي بكرة في الامتحان. بيقولك ايف اكس واداك الاكس. فونشن اوف تي. يعني رابط الاكس بتي. وبعدين طلب حاجتين. طلب الافراج فلوستي. بس هو في خنزير كاتب الكلام ده. والافراج سبيد. يعني هو كده عايز منك حاجتين. عايز اكتيب الافراج فلوستي او الافراج سبيد. عادي 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 عادي. وذين ده طايم انتروفل من ايت. من زيرو لات سوري. اوكي? طيب. قبل محل السؤال. اللي هو السؤال احنا رضعينه. حفزينه حرفيا. اكيد انا مش طالع دلوقتي يقولك السؤال ده جاي واحلولك تاني. واحنا هتلاقيه في كل الامتحانات. تركز معي عشان عايز انبه على حاجة مهمة في السؤال. واحد. تقدر تقول لي ايه الفرق? بين الاكس. اللي هي البيكتور. والاس اللي هي البيكتور? عايزك تركز? في حاجة محمود? معلش محمود انا انا اسف. ممكن تقوم توضينا? والله انا اسف كده. عارف ليه? عشان انت امراضيني. وعملت انت بتصوارني اوكي? ومزويني والله. انت ليه عبي زيلتي كده او انا بطردك? خلاص احبو تعالي عوضياني. عشان. بس كده انا كده مش شايف. يلا اصدقائي. تاني. عايز ان انا عبس الفرق بين الاس الديسبلسمنت والبوزيشن فيكتور. تعالي نفتكر مع بعض. الاس اللي هي الديسبلسمنت فيكتور مش لازم فيكتور. ريليشن عمتا. اوكي? الديسبلسمنت عبارة عن الاكس. اللي هي البيوزيشن مينس الاكس نوت. اللي هي البيوزيشن لحظة البداية. اوكي? وضعك في اي لحظة شيل منه وضعك في لحظة البداية. يعني لما تيه بزيرو. اه. على طول اول ما تقول انيشيال. 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 انيستانت. اللحظة الابتدائية. تعرف ان التايم زيرو. او انا لسه بدأت. فاكيد التايم بزيرو. اوكي. طيب. امتى يبقى الاس? الديسبلسمنت. هي هي الايكس. هي هي البيوزيشن فيكتور بتاعك. مكانك. لما تكون ايه? بص كده على الاكووجيشن. لما تكون دي زيرو. فلو هي زيرو. ما بقتش موجودة. فبقى بيساوي الاس هي. سوري بقت الاس هي هي الايكس. اوكي يا جماعة? طيب. ركز تاني كده. امتى تعرف ان الاس هي هي الاس لو الايكس نوت بزيرو. وعشان كده دي ملحوظة ملاش اي علاقة بالسؤال. بص الايكس اللي منس تي سكوير. هلو جدا. الاكس اللي هو هم اديها لك دي هي هيها الاس. اكويفلنت. انا عارف ان الاتنين الدريفاتف بتاعهم بيديك الفلاثتي وعارف انك عارف ومفيش اي مشكلة لكني بلبه بس عشان ممكن يجي يسألك في الامتحان. سؤال وارد جدا. اه. يجيب لك فور position vectors. ويجيب لك which of them is not a displacement vector. ها ها. تعرف منين? حط التي بزيرو. لو هي displacement لازم لما التي بزيرو تكون قيمة ال displacement zero. اه. حضرتك انت لو لسه ما تحركتش اصلا. يبقى انت عملت ازاح قد ايه? وانت لسه ما بدأتش. اه? انا ما تحركتش. فال displacement zero. يبقى لازم 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 لو الاكس اللقصادي دي displacement لازم يكون لما التايم بزيرو هي بزيرو. خلاص? فطبعا انت لو حطيت التايم بزيرو هيبقى ده زيرو ماينس زيرو. فتبقى فعلا الاكس نود بزيرو يبقى دي اصلا اس عادي. اوكي? طيب. انا انا قلت في المسألة دي اعايز انابقى على شوية حاجات. فانركز مع بعض. اول حاجة تعرف منين? او ال relation اللي هو صادق. displacement من لقى. فيها خاصية ان لازم تكون الاس لما تي بزيرو الاس بزيرو. واحد يقول لها شربو مش ممكن الجسم يبدأ وهو عامل ازاحة ازاي? الازاحة دي بتكون المسافة الفعلية اللي الجسم تحرك ناسف لنقولت الفعلية. المسافة اللي الجسم تحركها من نقطة بدايته. فلو هو لسه ما تحركش. لسه ما بدأش. لازم يكون ال displacement تزيل. اوكي? طيب. صلوا بينا عن نبي. تاني حاجة عايز اقولها لو جات لك رسمة. اها. ادي طايم. و ادي displacement او ال x. ممكن يكتبها s و ممكن يكتبها x. تعرف منين انها? displacement من لقى. بصوا كده. هل دي displacement? اوه. عرفت منين اشربه. اهو. بص. النقطة دي. الورجن point. الورجن point اللي هي zero و zero. ما تنساش ان ال x اكسز هنا بتمثلها ال time. وال y اكسز هنا بيمثلها ال s او ال x. فمعنى ان الكيرف او الجراف بتاعك بيعدي على الورجن point. بيعدي على الورجن point. يبقى دي displacement مفيش مشكلة. لان طالما ال time لما كان zero. ال s كانت zero يبقى دي displacement. اوكي? بصوا بقى الرسمة دي مسلا. يلا انا هاسأل هرسم كيرف دلوقتي. وانتو هتردوا. اوكي? هتقول لي اه دي displacement او تقول لي لا انا قسك دي displacement relation او تقول لي لا دي مش displacement. يلا. هة ال straight line ده اه اه. ده. is? او الا لأ. انا احسryn شوية او الا لأ. او. طالما انه بيعدي على الورجن point يبقى لما تي اللي Organization اكس اكسس كتزيرو الواي اللي هي سوري الاس اللي هي على الواي اكسس كتزيرو يبقى ده كده هلو جدا يبقى ده اه طيب بصوا بقى الرسمة دي هيحط لك في النص كده خذوق الرسمة زي كده مسلا دي مش ديس بلاسمان تفكتور ليه بقى لانك هتبص هنا مسلا تلاقي دي سري او فور او ان شاء الله فايف مش فرقة معايا طيب كده لما الطايم كان زيرو الاس كتكام اهو الطايم بزيرو والاس بسري ده معنا ان انت تزحزحت تلاتة من قبل ما تبدأ هل ده ينفع لأ اذا دي مش بصوا دي كمان مش بصوا دي كمان مش بصوا دي كمان مش بصوا دي كمان مش بصوا دي تركز كده اه كده بصوا واحد يقول لي ليه طب ما هي بتعدي على الارجن بس ايه اللي ودهش شمال كده شمال الاكس اكسز يعني نيجاتف يعني الطايم بالنيجاتف ده فيلم باكتو دا فيوتشر فده ما ينفعش يحصل يبقى اصر الرسمة دي فيها خطأ بغدى نظر بقى عن هي ديس بليسمانت او لا فالرسمة دي خاطئة برغم انها بتعدي على الارجن اوكي مع امورات حاجة لو جات لك الرسمة كده ايه اوكي عادي واحد يقول لي ليه بس دي تحت يعني الواي نيجاتف عادي ما الواي دي بتمثلها ديس بليسمانت فالديس بليسمانت اه ممكن تبقى نيجاتف وانت ممكن ان انت بتتحرك الجسم يتحرك يمين فالديس بليسمانت تبقى بوزيتف وممكن يتحرك شمال فالديس بليسمانت تبقى نيجاتف مفيش مشكلة اوكي حازم في مشكلة في الصوت في مشكلة في اي حاجة تعال بقى نبدأ نتكلم يلا كده انا اقول قلت نوت واحدة لحد دلوقتي انك لو عايز تعرف ايه ديس بليسمانت ولا لأ حط التيب زيرو واحد اتنين تعال كده اقول لك حاجة انت معك الاكس اكتبها كده ممكن الحركة حازم صالبين عن نبي بما انك معك ال position vector فانت ملكت حركة الجسم وما فيها ملكت كل حاجة كل حاجة عن الجسم تقدر تعرف واحد يقول لي ازاي بقول لي حضرتك انت معك ال position vector في اي لحظة حضرتك عارف اا 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 ال body ده فين انا قاسف ان قلت vector تاني عشان ده مش vector معك ال position relation اوكي فعند اي طاير مثلا عايز اعرف بعد عشر ثواني الجسم دلوقتي فين حط التي دي ودي بتن تعرف ال x بكام تعرف مكان الجسم دلوقتي فانت لو معك مكانه تقدر تعرف سرعته تقدر تعرف ال acceleration اللي بيتحرك بيها تقدر تدرس كل حاجة عن الجسم صال الله عن نبي يلا ايه اللي انا ممكن اعرفه عن الجسم اعدي معي سرعته عادي اعمل derivative بصوا كده اعمل derivative تطلع تطلع 6-2t ادي سرعته الاكسليريشن بتاعته معا انا عامل derivative تاني مفيهاش حاجة negative 2 تقدر تعرف امتى الجسم وقف لحظيا وغير اتجاهه ازاي عايز تعرف الجسم stopped stopped ولا لأ حط الفي بزيرو عايز تعرف ال direction of motion اتجاه الحركة ادرس الساين بتاعت الفلوزيتي قادرتك لو الفلوزيتي يميل يبقى الجسم بيتحرك يميل ايه ده؟ عايز تعرف اتجاه الحركة تدرس اتجاه الحركة ادرس اشارة الهوزتي واحد يقول لي هو انا ازاي بادرس اشارة الفلوستي زي شابتر سريف الكالكليس هتحط الفي بزيرو تطلع التي اللي تخليها زيرو ارزعها على خط الاعداد شوف امتى باستف امتى نيجاتف تعرف الجسم امتى اتحرك يمين امتى اتحرك شمال ده بتدرس اشارة الفي فبتعرف اتجاه الحركة طب شيرجو هعايز اعرف الطيب اوف موشن بصو الكلمة دي واحد يقول لها مستر انا جبت الدييليكشين اوف موشن هي هي الطيب ولا ايه? اه لا الطيب اوف موشن هنا مقصود بيها هل هي اكسلوريتد ولا ديسلوريتد? اكسلوريتد يعني انت بتتحرك في اتجاه والسرعة بتاعتك في الاتجاه ده بتزيد ديسلوريتد العكس انا بتحرك في اتجاه بس السرعة بتاعتي بتقلم طيب اعرف منين الطيب اوف موشن ادرس الساين بتاعة البرودكت ما بين ال-V وال-A اه لو ال-V وال-A البرودكت بينهم positive ده معنى ان هما الاثنين هافزة same sign يام هما الاثنين positive لو ال-V دي positive وال-A دي positive positive في positive طب لو الاثنين negative negative في negative بردك positive فلو كانت ال-V دوت-A positive يبقى الجسم بيتحرك accelerated motion لو negative ده معنى ان هما opposite sign او different sign فده معنى ان ال-V في اتجاه بس ال-acceleration عكسها فالسرعة بتقل سعيدة طيب تقدر تعرف ايه تاني عن الجسم اي حاجة انت عايز اي حاجة انت عايز بقى displacement عايز طيب لو عايز في فترة معينة زي ما هنا هو طالب من zero ل-8 اعمل displacement من zero ل-8 definite integration لل velocity هيديك displacement طيب عايز distance من zero ل-8 لل velocity dT اه اه كده يديك ال- displacement صح كده يديك ال- distance غلط اه ليه عذرتك انت مش ياخد بالك وانت بتحسب من zero ل-8 definite integration لل velocity ده بيديك ال- displacement يعني القانون ده كده كده دايما صح هنا في مشكلة في الفترة من صفر ل-8 في الثمن ثواني الاولانيين مش ممكن يكون الجس عكس اتجاهه طب وإيه المشكلة لا في مشكلة افرد هو الاول مشي 10 متر بعدين رجع 4 متر مشي 10 ورجع 4 يبقى هو كده قطع مسافة 10 14 14 لكن عمل displacement كام بصوا كده على الرسمة اه مشي 10 بعدين رجع 4 لو جيت هنا كده سابت displacement هتديك 6 لكن ال- distance الصح 14 طبعا ملايش اربو في حاجة زي كده في حل سهل جدا جدا جماعة انت مشكلتك ان velocity غيرت الصين بتاعت اه امتا وده سؤال امتا displacement تكون هي هي distance امتا displacement تكون هي هي distance لو الجسم مغيرش اتجاه اه لو الجسم ماشي في الاتجاه ده اه وفضل ماشي في الاتجاه ده اه في الحالة دي displacement هي هي distance انما بص كده في الكيس دي الجسم غير اتجاه في الحالة دي displacement مش هي هي distance فنعمل بقى انا اعمل حركة حلوة بما انه غير اتجاهه انا ممكن هرايح دماغي وامواخد absolute للفلوزتي مش فاهم اقولك هو كان بيتحرك يمين يعني ال V positive بعدين بقى بيتحرك شمال قمت انا واخد absolute ال V كانت تبعى negative بس انا خدت absolute للفلوزتي فاخدتها دايما positive ده حل زي ما كنا بنعمل في ال area وال volume في ال Calculus في حل تاني واحد يقولي طب ليه ما نشوف الجسم هيغير اتجاهه امتى من هنا طالما ال V بزيرو يبقى غير اتجاهه فلما تعرف الجسم غير اتجاهه امتى تبدأ تعمل يا صديقي تقسم ال integration زي برضو ما كنا بنعمل ال area وال volume واحد يقولي بس الطريقة دي اسهل دي الطريقة دي اسهل بس مش كل ال Calculus هتستحملها في Calculus لما هتيجي تحط ال absolute على function نفسها مش هتستحمل فانت جرب لو لقيت ال Calculus بتاعتك تمام جرب دلوقتي مش دلوقتي حاليا قبل الامتحان خلاص حل بيها مش تمام هتضطر تعمل زي ما انا هعمل دلوقتي تعال نحل يلا اهو مدي لك وعايز طبعا نفتكر قانون هو فاحنا محتاجين نعرف من فالدسبلسمنت من القانون بتاعه سهل جدا من عادي ولا اي حاجة احسيبه على ال Calculator هتطلع negative 16 over 8 يعني negative 2 دي مشكلة نوت خطيرة لو طلب منك average velocity velocity positive displacement acceleration التلاتة اللي انا قلتهم دول vector quantities يعني ايه vector quantities يعني ممكن يطلعوا positive وممكن يطلعوا negative فزي هنا كده طلعت negative 2 اكتبها كام negative 2 deferralation اللي لو اقالك انا عايز magnitude of average velocity magnitude of displacement يعني ده مش منطقة بس even لو طلبوا حطها بال Postal ما طلبوش حطها بنفس الصين اوكي طيب السؤال التاني عشان اجيب average speed فال average speed هي distance على الطايم فانا محتاجة اعرف distance بكا في الحالة دي بقى لازم اشوف الجسم وقف امتى خلال الفترة من 0 ل 8 فلما جيت اكشف امتحطت velocity ب0 عشان اشوف هو وقف ولا لقى لقيت الطايم طلع ب3 معنى كده ان بعد 3 ثواني الجسم وقف واحد يقولي طب ومعنى انه وقف انه هيغير اتجاهه والله انا شاكك يعني انا لو قسمت الانتجريشن وطلع الجسم وقف وقام نكمل ما غيرش اتجاهه انا مش خسراها كني قسمت الانتجريشن ده ما خسرنيش فهم تمقسم الانتجريشن من 0 ل 3 في absolute ومن 3 ل 8 في absolute كان ممكن واحد على طول يرم عامل بس 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 يحط الفيدي في absolute لو الكلفليتر بتاعتك استحملك كده هللاقى كده على طول بس ما ينفعش تحفظ الطريقة دي لسبب بسيط لانك في بعض الاحيان بتبقى محتاج تعرف الجسم وقف امتى ووقف الفترة بتاعتك ولا لأ لازم تعرف تدرس الموضوع فيها سئلة حزم قول لا لا الاسئلة دي اجلها بعدين بس ماشي بسجل الاسئلة دي ها ماشي الاسئلة بتاعتك كلها جماعة مسلا بيسأل ام تعرف الكلام ده كله انا هجاوبه في الاخر بس سجل حزم قول تنسى سؤال اوكي طيب تعالوا نشوف تاني سؤال انا بقى هفضل ماشي كده خلاص اه اي سؤال عادي هعدي بسرعة عشان ما ضاعش وقتك اي سؤال في فكرة مهمة عايز اقولها عشان خاطر تتفرج علي بعدين تقفل عادي لو انت مش عايز الماشي بصة اهو كده بيديك تقدر تعمل تجيب تقدر تعمل تجيب كده كده طيب بيقولك امتى الجسم هيغير اتجاهه خلاص ادرس السين of v بصو كده حطيت ال v بزيرو واحد يقولي ليه حطيت ال v بزيرو صديقي ده اكويفلنت للي انا لسه ايلو او انا مش بقولك ادرس السين بتاعة ال v ادرس اشارة الفلوزتي فعشان تدرس اشارة اي حاجة اي ان كانت اي هي سويها بزيرو طلع القيام اللي بتخليها زيرو طلع خمتين وان وفايف حطهم على قط طلعت نيجاتف بوستيف نيجاتف ده معناه اي بقى ايه هتقولي ديكريز انكريز زي ها انت محبوس في الكالكلوس لا نيجاتف يعني بتحرك شمال بعدين بقى بتحرك يميل بعدين رجع تاني شمال يبقى كده هو غير اتجاهه كم مرة غير اتجاهه مرتين مرة عند وان ومرة عند الفايف اهي خلي بالك انا عامل ست مجموعة فيها وان وفايف مش انترفل من هو غير اتجاهه بعد ثانية وبعد خمس ثواني برضا اتجاه واحد يقول انا ما كان ش ينفع هنا كده اقف واقول خلاص التيب وان والتيب فايف يبقى غير اتجاهه عند ال وان وال فايف لأ لان كان ممكن يكون وقف استنى قلت تعالى اوه انت قلت كان ممكن يكون وقف لا ما انت حطت الفلاسطي بزيرو فهو اكيد وقف طالما الطايم ده طلع الفلاسطي بزيرو انت عسر حلل الاكواجن دي فاكيد وقف بس الفكرة ممكن يكون وقف انا لسه هكمل وما غير ش اتجاهه وهيقول ويمطالع تاني فعادي فواحد يقولي بس احنا زمان ما كناش بيتأكد ايوه زمان ما كناش بيتأكد في المسألة اللي فاتت سوري يا فين هنا عشان انا كنت بقسم فلو طلع وقف وما غيرش اتجاهه انا مش خسران حاجة انا قسمته كأنه خدته مرة واحدة مش فارقة كتير انما هنا لا ده هو سوأله الرجل واضح هو بيقلك انا عايز اعرف غير اتجاهه امتى ما قالكش انا عايز اعرف وقف ولا لا انا عايز اعرف غير اتجاهه فمش معنى انه وقف انه اكيد غير اتجاهه فانا لازم اتأكد اوكي تاني حاجة بيليك انا عايز لا دي عادي هاي اسئلة في البتاع حزم في الاسئلة ركز في النوع ده ركز الحزم في النوع اللي هو بيسأل في المسائل نفسها سؤال عبر جدا يا جماعة لازم ييجي في الامتحان يديك الفلوسطي والاكسلوريشن بيبع عندك شقين بصو كده بي اوف اكس يعني ايه شقين اول شق انك تعمل عشان تعمل للفلوسطي وهي فيها اكس انا بفضل النوع الاول ان انا عمل خلاص هنشوفه دلوقتي النوع التاني ان انا بيعيز عمل انتجريشن في الحالة دي بتشيل الفي وتحط مكانها دي اكس دي تي وتفصل متغيرات خلاص الكلام ده كله هتلاقيه في السامري اللي انا شارح فيها شابتر فور سوري السامري اللي انا شارح فيها شابتر وان كده طيب هنا السؤال عايزك تعمل عندك نوعين فيه نوع انا ما بحبوش ممكن انت تقرأ فيه نوع تاني انا بحبه اغل انا معايا الفلوسطي هي في حاجة صعبة هاو عمل derivative with respect to time يبقى دي كده الacceleration واعمل derivative with respect to time بس خد بالك ان الفاريبل بتاعك هنا اكس فما تنساش تحط في الاخر دي اكس دي تي اللي هي v في الاخر هيبقى معاك هنا v شلها وعود بالv اللي هو مدها لك اللي هي فين one over five minus two x عادي سؤال عابر قوي يعني بس هو محطوط الاسئلة اللي في اللايف هنا يا جماعة مش الاسئلة الصعبة او كده هي الاسئلة اللي انها بس حابب انك تركز فيها خلاص اه الجراف دي يجي لك بكرة في الامتحان مش الجراف ده برضو جراف جراف relation بين v و x بيجي في كل الامتحانات تركز كده فيه اول ما تلاقي جراف بين v و x عارف نطلب بص هيخلط ليه بيطلب عشان هو كده طالب حاجتين بص يا كابتك طب انا لو عملت derivative dv dx dv اللي هي derivative y with respect to x بيدي لك اللي سلوف مهم حتى برضك لو شفتها في السامري مهمة جدا اول ما يطلب derivative سوري اول ما يطلب او ما يديك جراف بتفكر في حاجتين واحد اللي سلوف بيمثل لك اللي سلوف بيمثل derivative y اللي هو هنا فيه with respect to x اللي هي هنا displacement اوكي طيب فانا لو جبت slope سواء بقى curve وفيه tangent فالderivative هو slope of tangent او line زي الرسمة اللي قصدك دي هو خط اصلا فالنيل بتاعه اللي هو دل طوية على دل تاكس بيمثل derivative المهم يعني نرجع على موضوعنا ان الاسلوب هنا ما بيمثلش اي حاجة لان dvdx تدكش حاجة فوقف الغالب في المثال دي بيطلب acceleration فنفتكر ان acceleration بتساوي v dvdx ده رول فنفتكر ان v انا قدر اجيبها من الرسمة والdvdx هي slope دي كده acceleration مهم جدا 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 خد 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 دلوقتي اهو للكلام ده اول ما هيجي لك الاسكيتش ده بكرة في الامتحان متجليش اعرف ان هو عايز اول انا مش مش اعرف هو ممكن يطلب حاجة تانية لو على لو طلب acceleration فانت كده محتاج تجيب حاجتين تجيب تضربها في الاسلوب في الحتة اللي هو بتكلم عنها تعالي نشوف السؤال اهو بيقولك انا عايز acceleration لما هنعمل زوم كده يلا عند هن هي مش باينة قوي هنا دي وانا هي حسب يلا هنعمل واك اهي هنا هتبص كده هنا دي فور هلو كده فلما الاكس بوان كده الكون اللي انا مش هاور عليها دي وان وفور كلنا عارفين طبعا ان الوان دي بتمثل الاكس اللي هي اكس فعلا والفور دي بتمثل الواي اللي هي هنا ايه اه الواي هنا ايه في فلما الاكس بوان الفور ادي اول حاجة هو عايز الاكس فالاكس احنا اتفقنا ان هي الفلوسطي في السلوب والسلوب حاجة من حاجتين يكون اللقصادك عند النقطة اللي انا مشاور عليها لين فاجيب مي للستريت لين بان انا اجيب نقطتين عليه واعمل دلتا وي اوبر دلتا اكس اه وانا عشان اجيب الاسلوب ده في سكتين يكون النقطة اللي انا عايز عندها الاكسليريشن لو اطالب عندها الاكسليريشن يكون النقطة دي الحتة اللي حواليها كيرف فانا كده عايز الخط اللي بيتوتش عند النقطة اللي انا مشاور عليها اه يكون هو اصلا خط فالاسلوب بيديك سلوب الخط نفسه اوكي فالاسل تفهم ان ده ممكن يكون سلوب سوين هلو كده ومحتاج اعرف اللي عند النقطة دي بكان فبالنسبة للنقطة دي باين من الرسم ان اللي عندها بفور اه لما الاكسليريشن اللي فور ماقص لي عرف اللي كان فعند النقطة دي واضح ان ده خط مستقيم اهو بص حوالي خط مستقيم النقطة دي لايينج تقع عال اللي انا عملت عليه باللسو ده دلوقتي النقطة دي عليه هلو كده فعايز تجيب ميل الكيرف او الجراف عند النقطة دي هتميل الخط ده عشان اجيب ميل اي محتاج اجيب نقطتين عليه يلا النقطة دي الاكس بتاعتها في 5 والاي بزيرو والنقطة اللي فوق العكس الواي بتاعتها هي اللي في 5 والاكس بزيرو اكي فعشان اجيب الاسلوب سوري ناخد اللون تاني عشان اجيب الاسلوب هعمل دلتا وي على دلتا اكس يلا اعمل الواي منس الواي يبقى 5 منس 0 5 over الاكس منس الاكس يبقى 0 minus 5 يبقى 5 يبقى في الاخر الاسلوب ب negative 1 يبقى negative 1 يبقى acceleration ب negative 4 اللي هي 1 ب negative اللي هي 4 ب negative 1 اوكي في حاجة صعبة يا جماعة في اللي انا قلته طيب واحد يقول لي مستر 3 negative 4 اكتب له 4 لا acceleration vector quantity يعني ممكن تاخد positive ممكن تاخد negative يبقى كده ده السؤال المهم بالنسبة لي كل اللي جاي عبس مروش لازمة find which position the acceleration vanish عايز acceleration تساوي 0 ما تنساش يا صديق ان acceleration اصلا عبارة عن V DV DX فعشان acceleration تفانش بكس بقى كده عشان acceleration تفانش لازم يحصل حاجة من حاجتين معلومة جبرية لو عندك A multiply B equal 0 يبقى يقيمة A هي اللي بزيرو يقيمة B هي اللي بزيرو هلو جد فعشان acceleration تفانش يقيمة V اللي بزيرو يقيمة DVDX بزيرو DVDX بزيرو يعني slope 0 slope 0 يعني الخط يكون horizontal بص على ام الرسمة مش هتلاقي ولا خط horizontal كلهم انا اسف اللي هقولو ميلين فالحل ان Axis فعشان تكون Y بزيرو يبقى انا على X Axis فتلاقي انك لمزت ال X كم مرة هنا وهنا وهنا هلو كده يبقى وهذه اللي مستر هو ازاي negative 2 ازاي negative 5 ازاي 5 لا 5 عادي انت عادي ما حيقولو ازاي negative 2 negative 5 ما ينفعش the film back to the future ايه انت هو ده time هو ده time the X displacement هي ال X تنفع تبقى بال negative اه هي انا مش displacement اعمت ده position vector عرفت منين ان ال X position vector مش displacement هو مقالش بس هو كاتب فوق position بس هي مش تفرق معك في حاجة ال X ينفع تبقى بال negative المهم كده ان هو سؤالي بيقولك find which position acceleration vanish يعني dvdx0 او dvdx0 عمرها ما تساوي 0 عشان مينفعش sub 0 او هنا مفيش sub 0 او ينفع طبعا لو horizontal والv0 ثلاث مرات يبقى الاجابة عند 5 وال negative 5 وعند 2 5 بس انا شايفها 2 بلاحظة كده اه بصوا كده الحتة عند النقطة دي واحد يقولي شربه اه انا حاسنا مش negative 2.5 تيجي نتأكد يلا السؤال ده هنشوفه كمان شوية برضو مهم جدا هتجيب lsloop من النقطتين دول دي ودي delta وعلى delta x وتاخد واحدة منهم وتجيب معادلة الخط المستقيم ده معاك point ومعاك lsloop انت جيبته جيبت lsloop of this straight line اقبقى lintersection point بين الخط اللي انت لسه جايب معادلته ده مع lx axis تجيب النقطة دي تطلع 2.5 ان شاء الله لو الحلل للشيد ده مش حلو غلط اوك السؤال التالي سؤال عابس مش عارف يعني ايه عابس determine the accelerate ايه ايه الكلمة دي the accelerating اوك and the accelerating interval انا زهق اه طي يلا صلوا على النبر ده ما تلاشي سؤال عبر خالص انا قلت اللي باقي عبس تلقيت انا اللي بقول عبس يلا نحل ووسعكده السؤال ده مهم جدا يا جماعة خلاص كتب لي عليه امتحان عشان لما بكتب امتحان كل الناس بتركز فيه يقول لك خلاص جاي امتحان آآ تسريبات اوك نapsاink انا زكرا يا جماعة السؤال ده ومش جاي في امتحان لحاجة بس احنا مش بنتعلم مسألة احنا بنتعلم مسألة ايه احنا ايه صنع احنا مش بنتعلم مسألة احنا بنتعلم من المسألة اه صح بيقولك امتك تكون ده على حسب الصين بتاعك يبقى انا عايز اضرب في الا ما تنساش ان الا بتساوي دي في دي اكس قبا 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 شوف اللي جاي دلوقتي انا ليه قلت يساوي ما ينفعش اقول يساوي بص اللي جاي بص اللي جاي بص اللي جاي في 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 بفي سكوير رايت ودي في دي اكس يبقى الصين بتاع دي هو اللي بيحدد يا طرح هي اكسينيريتد ولا دي اكسينيريتد انا مش عاب بصار صح صوت ليه بعد اول مصر التاعات تقولي عشان في في دي بفي سكوير عشان في سكوير واي حاجة في الدنيا سكوير دائما بوزيتف واحد يقولي لا مع الفلوزتي حضرتك قل ان الفلوزتي دي فيكتور فممكن تبقى وممكن انت ابني حمارة الفلوزتي ممكن تبقى بص وممكن تبقى نيجاتف لانها ايه فيكتور كومبونة دي كمان انها مرة حطت فيها سكوير اي 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 سكوير بيتحط على اي حاجة بيخليها بوزتي فالصين هنا بتتحدد على صين دي لو الدي في دي اكس لو الدي في دي اكس بوزيتف يبقى اللنا مكشف عليه بوزيتف يبقى الحركة أكسلوريتف ولو الدي في دي اكس دي اللى انا لس على ها نيجاتف يبقى الحركة تصيلوريتف هلوكال hugs كده جمعوه طوي يلا queda ايام تأكسلوريتد لو الدي في دي اكس يا جدة لو الدي في دي اكس بس ايه بوزيتف الدي في دي اكس ديبقى اللي هسلوب والعكس في. اوكي? يلا نحلها يا صديقي. بصوا على رسمة. تعرف منين اه الخط بيميل اه 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 الاسلوب بتاعه ولا دي معلومة المفروض كلنا عارفينها. اه بصوا كده هنا. الخط ده كده. السلوب بتاعه الخط ده كده. السلوب بتاعه الخط الهريزونتل بيبقى في النص. زيرو. لهو بوزيتف ولا هو نيجاتف. اوكي? فطبعا لو بصيت على الرسمة هتلاقي من النيجاتف فايف للنيجاتف فور. رحيت تاريه كده. نيجاتف سلوب. ايه اللي انا قلت ده? بوزيتف سلوب. ومن نيجاتف فور لحد الزيرو. رحيت تاريه كده. وهنا نيجاتف. في مشكلة كده يا جماعة? فانت كده جاوبت السؤالة. بغض نظر عن اللي مكتوب. اللي انا بقوله صح. اوكي? طيب. في حاجة كمان يا جماعة واحد يقول لي مستر انا ممكن اعرف من على اساس ان هو صح برنا. اوكي. ده بيزيد فالدريفاتف بوزيتف. ده بيقل فالدريفاتف نيجاتف. ها. اسئلة. علي صوتك شو حمد شرف. واحد بيقول عند الحتة اللي السلوب بتاعها اندفاين. في الناحية الشمال من الجراف. هنا. استن. حمد شرف. هنا. ها. اكسليريشن ايه اللي اندفاين ولا ستوب ايه اندفاين? هو اصلا مفيش كيرف. ها. واحد يقول لي ايه? يعني الجسم ما عملش حركة عند الجزء ده. يعني الجسم ما عملش ديسبليسمانت اقل من النيجاتف فايف دي. فما فيش اصلا هي مش اندفاين. هي هي فانكشن. هي فانكشن بصراحة. بس هي مش اندفاين. طب ما تيجي هنا بقى في الحتة اللي عليميه. هنا السلوب اندفاين. هنا. حبيبي الاسلوب مش اندفاين. هو اصلا انت ما تحركتش في الحتة دي. يعني بديسبليسمانت ما جتش عند السيكس خالص. فدي كده مش في الحركة بتاعتك. كان انت مسلا حضرتك اه ساق عربية العربية تحركت عشرة متر بعدين وقفت. ينفي حاجة كلمك واقولك. شوفلي من الان انا امت اتحركت اتناشر متر. ايه ايه. انت اصلا اتحركت عشرة متر. ما تحركتش اتناشر متر. فده ما حصلش. فيهمت حاجة? ها هزب. شروق محمد. ليه السلوب مش بزيرو? عشان السلوب of straight line zero. ذات سمين. this line is horizontal. لو line horizontal. يا شروق. يبقى الاسلوب بزيرو. بس كده فلس انا خلصت كلامي. فالاسلوب مش بزيرو عشان ما فيش ولا horizontal line في الاقصادك. ها? شروق برضو. يعني لسه نجاوبي. ازاي? انت بتسألي اسألها لسه شارحها. ها? انت كرو? يا انت لسه نشارح. يا شروق. دي كده. negative. عشان الخطة عمل كده يا شروق. كده. ففي شقين يا شروق. ممكن واحد يقولك ان انا عارف اصلا ان كده الانجل اللي مع الpostive direction. مور دان ناينتي دي جري. فالتان بتاعها negative. ممكن هتقولك لأ. دي دي كريزنج. فالrate of change معدل تغيرها negative. يعني الderivative negative. يعني الستوب negative. ها? عادي. اللي كنين صح. ها? معاز? ليه مش بنساوي في مضروبة في في دي في دي دي اكس? لما ده اللي حسب. هو تعليم بيسأل سؤال في النص فاكر ان انا عبعرف هو بيوقف ايه هو قاله في حتة معاز. معاز قول السؤال يا معاز. ليه مش بنساوي في مضروبة في دي بي دي اكس? ليه حتت سعم ايه? بدل ايه? بدل ايه? اه الحنكة اتلك. قصد يعني sign of ده. اه عشان الخاتل كنت هكتب sign of ورح عامل equal فشكلها وحش. اه. اه. ومليه لبس اميس اه. اللون ده ايه. ليه? وليه لابس ساعة سورة? ايه بزي فلوستي? اه ليه? بتضحك ليه تمام رئيس اضحك معي? والله اضحك معي. بيتحك على كومنت بتاعه انا اسف يا معاز انا اسف. انا اسف. انت حبيب يا مقلقة هو عارف انا فهم هو بيسأل ليه. معاز يا جماعة لقط حتة زكية. اه. لقاني بعمل سهم. وقلت equal يقطعني وكده فهو عايز يتعلم. فهو احسن منكو كلكو انه حابب انه يتعلم بجد لنفسه مش للامتحان. اوكي? شكرا اخي معاز. ايه زي فلوستي فيكتور? ايه اللي رونج ستتمنت في الحاجات دي? ما كسر اقرأ السؤال شكله سهر. ايه زي فلوستي فيه? فلوستي فيه? فلوستي فيه? السؤال عبيد جدا. فيه بس ملحوظة لما يطلب من حالك افريج اكسيلريشن فبتطلب بتقسم الفلوستي الكلية عالطايم الكل. افريج اكسيلوريشن. كذلك الافريج باور. بتقسم الفورج على الان. اي حاجة بتقسم من اللي قبليه عالطايم. او بادي مفزل سريتلاين دي 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 هاتلي الايه? هاتلي الايه? فهتعمل with respect to time بس ما تنساش ان دي اكس فهتحط دي اكس دي تي. والدي اكس دي تي بالفي. فهتعب بالفي. موضوع عيش قوي يعني. اه السؤال ده حال. ركز معاها كده. من شوية. قلتلك السؤال ده هيجي في الامتحان فعشان كده حطيت سؤال تاني عليه. تعال معي. بص كده. بيقولك اه في الشكل لقصادك ده نفس السؤال اللي انا حطيته من شوية. نفتكر حاجة ان كده بتسوي ده مش حاجة جديدة بالنسبة لك درور. لكن هنا في الرسمة دي تبقى الرسمة دي بتمثل السلوب. وقلتلك من شوية ان السلوب ده ممكن يكون لو الكيرف اصلا او اللي بتاعك ستريت لاين فيكون ميل الخط. هات نقطتين دل طبعا على دلت اكس. وممكن لو كيرف زي ما حاصل هنا دلوقتي في الرسمة لقصادك دي فيكون السلوب هو السلوب of the tangent. ميل الخط اللي بيتوتش الكيرف. اوكي? يلا. موفز بريباك مش عارف ايه دي 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 دي. هات ايه? هات ايه? هات الاس بوان. زوم. امسح البتاع دي. بص يا بشا. عند الاس بوان النقطة هي. عند الاس بوان اولا عشان اجيب الاكسل ايه دي دي احنا قلنا هندرب الفلوسطي في السلوب. اللي هو دي دي اكس. وقلتلك احفظها. طيب. الفلوسطي عند الاس بوان اقول انت بكام? الفي بكام? هات انا اللي قلت الفي وحزق ما عادي الفي بس ري عايز. فيش مشكلة. طب. تعرف تجيبلي السلوب عند النقطة. دي. هات اجيب ازاي السلوب عند النقطة دي والرسمة اصلا كيرف. هل? طالما هو كيرف يبقى عبارة عن سلوب اف تانجنت. عشان كده انا كاتب سلوب وما كملتش كلامي. ايه ممكن يكون سلوب اللاين نفسه ده لو هو كان لاين زي المسألة اللي فاتت. ممكن يكون سلوب اللاين اللي بيتوتش الكيرف. ده لو هو كان كيرف زي ما حصل دلوقتي. طيب معنى كده صديقي ان انت عايز السلوب اف تانجنت. وهو اصلا كتر خيره. عاملك خط اخدر. بيمثل التانجنت لاين. فانا لو جبت ميل الخط الاخدر ده. جبت ميل الممس عند النقطة اللي بتاعتها وان. جبت اللي هو عايزه. يلا. عايز اجيب ميل الخط الاخدر عشان تجيب ميل اي خط في الدنيا محتاج تحدد نقطتين عليه. ده حاصل. معك نقطة ايه? زيرو وان. ومعك نقطة تانية اصلا اللي هي التانجنتي نقطة التماس. وان و سري. فتقدر تحسب الاسلوب بسهولة. دلتا واي على دلتا اكس. يبقى سري ماينس وا. على وان ماينس زيرو. يعني تو افر وان يعني تو. يبقى سريف تو. يبقى سيكس. اه. استنى. في حاجة صعبة? سهلة صاح? قول الحزن فيها سيلا. علي صوت. ماشي. استنى ليه? يابدي يقول قصدنا ليه? الدي في دي اكس عند زيرو والنيجاتف فور مش اندفاين. لأ ده مش قصدنا. عند زي ايه? الدي في دي اكس عند الايه? ايه زيرو ونيجاتف فور دي? اه. هنا. ماشي. الدي في دي اكس دي هنا اندفاين. كلامك صح. ها? ها? وبعدين. هل يا جماعة عند النقطة دي? والنقطة دي? الدي في دي اكس اندفاين? الاجابة اه. سؤال حلو جدا كان ممكن يجي لك في الكالفلس. السؤال بقى يا اياد. ايه علاقة ده بموضوعنا? كلامك صح. ده منوش علاقة بموضوعنا. انا ما كنتش بدرس انت بتجيب كريتكال بوينتز. فيش الكلام ده? انا كنت بشوفه امتى بيساوي زيرو? مش عشان الكالفلس. عشان لو ساوي زيرو. غير اشارته. طب ما انا اصلا شاف الاشارات? شاف ده دي كريز. يعني نيجاتيف. نيجاتيف. وكده كده بكتب الانترفالز اوبن. ها? فريدة. طيب. فريدة. اه بيقولك اتويتش. مش فاهمة تاني واحدة في سؤال رقم فور. فريدة. اقولها سريعة. بيقولك يا فريدة. فاين اتويتش بوزيشن? اكسليريشن? اه سوري اتويتش بوزيشن. يعني ال اكس بكيان. ال اكسليريشن فانش. يعني ال اي بزيرو. خلاص يا فريدة? طيب. طيب عشان ال اي بقى بزيرو. مش ال اي بتساوي في. دي في. دي اكس. اوكي? طيب. اي عشان تساوي صفر? فريدة. اي حاجتين لقمين مضروبين في بعض? عشان يدوكي صفر? لازم واحد منهم يكون بيساوي صفر. او اللي اتنين بيساوي صفر. اوكي? فانا كده. عشان اخلي الاي بصفر? اكسليريشن فانش. يعني تان عدم. يعني الاكسليريشن بزيرو. يبقى ياما الفي بزيرو. ياما ال دي في دي اكس بزيرو. هلو? دي في دي اكس اللي هو السلوبب عى الخط. فلو بصتي ع الرسمة اللي انا شهبطت عليها فاشختها. ما امسح كل دا. لو بصيتي ع الرسمة هتلاقي مفيش ولا خط هيريزنتا. يعني مفيش ولا خط البتاعه زيرو. مع الحالة الوحيدة اللي يكون فيها line اللي slope بتاعه 0 انه يكون horizontal خلاص فما فيش ولا حالة لslope 0 يبقى الslope او dvdx never be 0 انا مش عارف ليه عملت كده اوكي ده كده not equal 0 عند اي حاجة طيب يبقى الحالة الوحيدة عشان ايه تبقى بZero ان ال v نفسها هي اللي تبقى بZero فعبصة على الرسمة ال v اللي هي بتمثلها ال y axis بZero كم مرة هنا 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 ها انت لفوق ال y فنقول ان ال y اللي هي ال v positive وانت تحت ال y فنقول ان ال y negative انت على ال x axis يعني ال y اللي هي بتمثل ال v Zero فهي كده سويت زيرو تلت مرات هنا وهنا وهنا بس كده دي اللي جابي ها سؤال رقم سؤال رقم 7 سؤال رقم 7 بص يا محمود مفيش اي حاجة تستدع انك تقول لي عايزه تاني انا شرحته كويس اوي انت ممكن تكون سرحت وكده فانت مش قد في حصة ده فيديو فان مفيش يعني لو انت مفهمتش انا مفيش اي حاجة ممكن اقولها اصلا زيادا لانا قلتها فانت بس لما الفيديو تسجل ان شاء الله بقى رجعها تاني هتفهمها هي حتة سهلة اوي زي السؤال اللي قابله الفرق بس ان الخط المرادي تانجنت لاين مش خط بتاع الكيرف نفسه بتاع الرسمة نفسه حاجة اوكي يلا حبايبي اول ما تلاقي الا فيها 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 لا عادي هتحط دي في دي في دي تي وتفصل المتغيرة ايه سهلة سو اعايز الاكس فهتحط في دي في دي اكس بص يا صديق لو لقيت الا مسلا كده وان اوفر في ولقيت الا مسلا كده وان اوفر في اه what is the difference between them اتنين زي بعض اعايز ايه بقى مش فهم انا هقول لك قو لو انت عايز تجيب الاكس هتروح شال الا دي وحطي دي في انا اسف لو انت عايز تجيب تتايم تدخل التايم في الموضوع هتقوم شال الا دي وتحط دي في دي تي وافصل متغيرات يعني بص كده كده دي في دي تي وان اوفر في خد الوان مع دي تي والفي مع دي في وعمل يبقى يبقى طب الناحية التانية واحد يقولي طب افرد انا باك انت عايز احط الاكس زي هنا كده يا فين قالك الاكس مش عارف ايه وتكلم عن الاكس يعني خلاص يبقى انت كده عايز تشيء ترشيء الاكس فتشيلي الايه وتحط في دي في دي اكس واحد دولة شيربو هي الاكسليريشن بتساوي دي في دي تي ولا في دي في دي اكس الاتنين صح الاتنين باللي بيساوي الاكسليريشن ده دي بنت على انت عايز تدخل التايم هو المين فاريابل عندك ولا الاكس الديسبلسمن هي المين فاريابل عندك فهو هنا اتكلم عن الاكس فيبقى انا هستخدم الشق التاني هتفصل برضك متغيرات يعني بص هتبقى دي بتساوي في دي في دي اكس وان اوفر في اوكي هتفصل متغيرات زي ما عملنا من شوية هنسيب الفي مع الدي في وناخد الفي دي هناك والدي اكسل الوان فيبقى عندك في ناحية الشمال انتجريشن في في بي بي سكوير دي في سكوير ايكويلز انتجريشن الوان دي اكس اعمل برضو انتجريشن هيبقى هنا اوفر سري في كيوب ايكويل اكس بلس سي اها انا هلقى صح الاتنين صحة مية في المية الاتنين سليمة مية في المية كل الموضوع انا حسنا غلطان في حاجة ال اي دي في دي نعم مجيش اي حاجة غلط انا مبغلطش فخلاص موضوع سهل يعني على حسب انت ما عايز تستخدم انا اوكي طبعا هنا هستخدم التانية عشان عايز ال اكس velocity time ده سؤال عبيد قوي لانه ده velocity time خب بالك فهيجراف قدامك derivative of the y with respect to the x بيديك اللي سلو اوكي integration ال y with respect لل x بيديك ال area under the okey حسن في حنكة هنا اوكي بصوا الحتة لي عايز يعرف هي امتا اكسلوريشن اكسلوريتد وامتا دي سيلوريتد الباقي كله سهل يا جماعة طيب عشان تعرف هو امتا اكسلوريتد دي فلاستي طيب امتا اكسلوريتد وامتا دي سيلوريتد فانت محتاج تشيك عالصاين بتاعة الفي ملتبلاي الا لاحز حاجة بنا الرسمة اللي اقصادك ملتبلاي ما بين الفي والتي من معنواتك في الكالكوز واحد لو انت عايز تعرف اشارة الديريفاتف بتاعها اتشيك عالمناطوني ايه الموناطوني دي الانكريزنج والديكريزنج بص كده مثلا من زيرو لحد الوان هي دكريز ده معناه ان الريتوفيتشينج نيجاتيف ده معناه ان الدي في دي تي نيجاتيف والدي في دي دي اللي هو الاكسلوريشن اههههي اوكي يبقى هنا الاكسلوريشن نيجاتيف ممكن نمسح بس وكتب بخط تاني واعيدها تاني بسرعة ماشر الحيطة دي مهمنا يا جماعة مهمة قوي فوق ما تتخيل ايه كير في اقصادك الموناطوني بتاعته اللي هي انكريزنج او دكريزنج بتحدد صاين اشارة والكونفكسي بتاعته بتحدد اشارة السكند دريفاتيب بس هنا دي V فالسكند دريفاتيب ما بيمثل عارف دي لو كانت S او X كان الفيرس دريفاتيب بيمثل الانكريزنج والديكريزنج بيمثل ال V والسكند دريفاتيب بيمثل الاكسلوريشن بس ده ما حصلش هنا اقول لكم في الاخر بنعمل ايه في الجرافز اللي عندهم مشكلة حاضر طيب طيب يبقى احنا كده قلنا ان الريتوفيتشنج بيمثل الفيرس دريفاتيب صعين يبقى في الفترة دي كده ال A نيجاتيف بعد كده لحد هنا ال A positive بعد كده ال A نيجاتيف واحد يقول لي ماشي هو عايزة accelerated و decelerated لو ال A positive يبقى الحركة accelerated ولو ال A نيجاتيف يبقى الحركة decelerated خطأ شائع اوكي حاضرتك عشان تعرف هي accelerated ولا decelerated بتتشيك على ال product ما بين ال V multiply ال A حلو جدا يلا نشوف كده مت accelerated بتكون accelerated لو ضربت ال V في ال A طلع positive يعني الاتنين هافزة same sign يبقى انا دلوقت عشان اعرف هي ايمته accelerated محتاج الاتنين يكون ليهم نفس الاشارة زي هنا كده قل لي اشارة ال A مالها مانا كاتب نيجاتيف تحت استعبط اوكي و اشارة V نفسها اللي هي الرسم بتاعتها اصلا مالها مستر انت عبيدتم ما هي اصلا تحت ال X اكسس يعني ال V بردك نيجاتيف يبقى الاتنين هافزة same sign يبقى هنا كده accelerated ايه accelerated اوكي هتيجي بقى هنا ال V نيجاتيف وال A positive يبقى هنا decelerated هنا الي اتنين positive يبقى accelerated هنا ههه ال V positive ال V positive وال A negative يبقى هنا decelerated هنا الي اتنين هافزة same sign الي اتنين negative يبقى هنا accelerated عليت السؤال اها اشوها معية حاجة حاضر بقى ان انت لو شفت المانا revision اعمل انا فيديو اربع ساعات شارك فيه الكلام ده بالتفصيل حضرتك ساستم دماغك عشان تعرف type of motion هل هي accelerated ولا decelerated كل اللي عليك تعمله انك بتشيك على product sign على sign sorry بتشيك على sign بتاع ال v multiply the a ال v multiply the a طيب لو الاتنين هافزة same sign يعني يقامل اتنين positive يقامل اتنين negative لو الاتنين هافزة same sign يبقى product positive product ايه positive فانا ببص على الرسمة الرسمة اللي اصادك رسمة velocity time فالderivative بتاعها بيمثل acceleration فانا هبص اي حاجة فوق ال x axis velocity positive اي حاجة تحت x axis velocity negative ادي اولة طب والacceleration لو هي increase acceleration positive لو هي decrease the acceleration negative فلو جيت بصيت عليها كده بهدوء من الاول خالص اهو يلا من الاول اهو من الاول اهو هنا كده ال v negative بص يا باش اعمل جاتب اهو ده اللي هكت عامله في الفيديو لو تفتكروا ال v وال a يلا هنا كده ال v بما انها تحت ال x axis يعني نيجاتب يلا هنا كده ال v بما انها تحت لو ال v بما انها تحت ال v يبقى ال product بينهم positive يبقى يبقى هنا accelerated هنا accelerated هنا accelerated من 0 ومن 3 ل 4 ومن 5 ل 6 خلي كل ال intervials دي open كل open كل open زي ما كنا بنا في calculus هنا accelerated وهنا accelerated ده امت كده في اسئله اه اه سؤال ايه بور استنى شروق بتقول مصر انا شايفة شايفة الاسلوب عند ايه اه اه شروق بتقول انا شايفة ان الاسلوب عند النقطة 0 ونجاتي 4 يا حزم ازاي 0 ونجاتي 4 دي او عند ال x 0 ونجاتي 4 يعني هنا وهنا ها الاسلوب ايه اسلوب ازاي بزيرو ايه 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 سؤال حلو جدا بتاع اياد نرجع للشروق الاول نجواب عليها شروق بتتساءل هي شايفة ان عند دي ودي الاسلوب بزيرو شوفي اللي تشوفيه انا مالي يعني دي الحقيقة دي مشكلتك ليه لان اصلا تجملة غريبة انت شايفة كده طب انا عمل ايه ما هو دليلي يعني ايه الكلام الكلام خلص انا شايفة كده ليه في حقيقة وانا شايف ان ازازة الميا دي ما فيكش ميا انت مشارف ان دي ازازة ميا دي مشكلتك بقى انا شايف ان دي ازازة ميا دي ايه كل واحد يشوف اللي يشوفه 3 هي احنا بيزريبه يعني ايه شايفة للسلوب بزيرو يعني ايه شايفة للسلوب بزيرو يعني ايه يعني ايه للسلوب بزيرو حاجة من حاجتين يكون الخط نفسه هريزونتل يكون الكيرف هز ماكسمام فالتانجنت بزيرو فالسلوب بزيرو او زي دي كده او زي دي خط نفسه هريزونتل جايبالي ايه حطة undefined اصلا مناش derivative وتيبيه سلوب zero اهه ايه ده انت لو جديد رسمتي تانجنت يكسر هي اصلا مش smooth point corner point اللي سلوب undefined ايه 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 ده انا مجددش ايه 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 بيسأل سؤال حلو اه يا جماعة لو هو في الامتحان جي سأله وقال له ولا هنا وهنا قل لي نوع الحركة اهه ده سؤال اياد لو جي في الامتحان سأله عن نوع الحركة عند الاكس بnegative four وعند الاكس دي نيجative four وعند الاكس بزيرو الاجابة اياد ان اللي هو لو سألك كده يبقى هو بنى قدم حمار ليه لا يمكن السؤال عن نوع الحركة في لحظة يعني الجسم هو بيتحرك الثانية الخامسة اعرف منين هو اكسيلراتد ولا دي سيلراتد اسكان هو في فاليا ما انا ما اعرفش اللي جاي ايه مفيش حاجة اسمها قل لي نوع الحركة في اللحظة دي مفيش عشان كده كنا بنحط الفضارات كلها اوبن واضح انك ما كنتش بتاخد معايا من اول السنة اياد او كنت بتاخد معايا ما بتركزش وانا بشر مافيش حاجة اسمها, قولي نوع الحركة في اللحزة دي! يعني ايه? нач معرفش السرعة بتزيد ولا بتقل في اللحظة دي اديني فترة وانا اقول لك لا في الفترة دي بتزيد في الفترة دي بتقل انما اصلا ماء يعني يا جماعة ماء ماء كيف يمكنني دراسة تغيير لحظة معينة واحدة يقول لي طب ما احنا كنا نجيب الريطة وبتشانج عند الاكس دي ايوة انا كنت بجيب معدل التغير عند الاكس دي في الفترة دي عموما انما هنا انت عندك فتراتين عندك قابليها نوع الحركة ممكن يبقى نوع الحركة ممكن يبقى نوع الحركة ممكن يبقى وبعديها طب في اللحظة دي نوع الحركة عامل ازاي نوع الحركة لو انت بتحسبها فانكشن لسهو السؤال اصلا غلط ما ينفعش اسألك عن نوع الحركة في لحظة معينة لما تكون لحظة يعني ايه يعني قبلها غير بعدها حد فهم حاجة يا جماعة فقول لما هيجي يسألك ممكن يسألك ممكن يسألك يقول لك هنا مسلا بس عشان نوع الحركة في الفترة كلها اكسلريتد فهو لو سألك نوع الحركة في اللحظة دي هتقول له اكسلريتد ولكن صدقني يا صديقي صيغة السؤال اصلا غلط مش من حقك تسألني عن نوع الحركة في لحظة معينة لان السؤال ويرد قوي انت فهمين حاجة بس هو السؤال ممكن يسأل لو معي كرد اه ساعت انا عارف انها اكسلريتد اه طب هنا سؤال ايد مقدرش احدد نوع الحركة مقدرش احدد نوع الحركة لان قبل اللحظة دي كانت الحركة بعد اللحظة دي كانت الحركة ديسلريتد اوكي? اه مالش لاحظة بصوا حبايا هنا يا اياد الاكسلريتد بزيرو بعض الناس ممكن تيجي تقولك ان كده نوع الحركة سبتة هي لحد معنا ان الاكسلريتد بزيرو ان الحركة سبتة بصوا يا جماعة هفهمكم بس التعارض بيني وبين اياد دلوقتي فين هو الفكرة ان في ناس هتقولك ان نوع الحركة كان ممكن انت تقول له نوع الحركة وانت افورت ليه طب ما خلاص ما تقول له لا يمكن تحديد نوع الحركة عشان هي قبلها اه اه اكسلريتد بعدها اتسلريتد وخلاص شغل دماغك ليه باياد لا هنا في حتة انت مش اخد بالك منها في النقطة اللي انا مشاور عليها دي الاكسلريتد زيرو معنا ان الاكسلريتد زيرو ان السرعة سبتة صح بص دلما يتلم فيه فترة باكسلريتد فيها زيرو انما انت الاكسلريتد كانت زيرو الاستنتانيوس لي لحظيا فاهم حاجة؟ هي ملحقتش السرعة تكون سبتة يعني انا لو كتبت ان في اللحظة دي السرعة سبتة للا لان هي سبتت لحظيا فانا ملحنتش اشعر بالسرعة فاهم حاجة هوا؟ يعني الي جابة الصح مش سبتة لا يمكن تحديد نوع الحركة امت تقول ان الحركة سبتة؟ لما يكون هو قاعد في فترة معينة مثلا من الثانية الاولى الثانية الخمسة سابت سرعته سبتة فاسألك في الثانية التالتة حدد نوع الحركة اقولك الحركة سبتة لكن هنا الحركة من الثانية لا يمكن تحديد نوع الحركة بس انا عشان اتعى الزبط شروق اه لا ليش انا شايفها زيرو قالت انا شايفها زيرو ليه عندي فاهم؟ خلاص انا قلت لها ليه عندي فاهم؟ بس هي انت قاريت كامل خلاص هي اكيد فاهم انت شروق لو انت لسه مش فاهمها شروق اه قولي انت مش فاهم ايه احنا مش بنتحدى بعض يعني افرامها اه قولي ماريم السؤال رقم تن ماريم بتسأل ركزة يا ماريم استنى هاجيب سؤال اه تاني حاجة واطالبها ها عارف اجيبها ازاي ها عارف اجيبها ازاي ها عارف اجيبها ازاي نيجاتف ايت عايز يعرف امتى الاكس بنيجاتف ايت ايه دي اصر ريشن بين ايوي عشان نسيت دي ريشن بين الفي والتي فالاكس هي الاريا لان الاكس هي انتجريشن الفي دي تي فهو بيقلك امتى تبقى الاكس بنيجاتف ايت يعني هو عايز يعرف امتى تبقى الاريا بنيجاتف ايت اجيبها ازاي بقى صداي صح مش عارف ايه امتى الايه تبقى بنيجاتف ايت طب انا مش معايا كيرف اديني كيرف يلا اديني كيرف انا مش عارف اعمل ايه انا مش مديني الفانكش صلمة اه ايه ايت بديك الاريا يا شروق يا مارين يا مارين بقولك ان الاريا من زيرو لسري بايت ايه من زيرو لسري الاريا هنا بايت وهنا بسري وهنا بطول بك ازا كده يا مارين اها هنا الاريا بايت لكن الديفنت من زيرو لسري نيجاتف ايت واحدة تقولي وانت عارفت من اين ها بصيت بصيت بعنايا ايتها تحت الاكس اكس ايه عرفت انها نيجاتف فيبقى السؤال بتاعه امتى الاجابة بتاعته هاو ميني تايمز من زيرو سيكس هي مرة واحدة ها 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 تعالي حسابها خلاص بص يا صديقي انت دلوقتي من زيرو لسري الاكس بنيجاتف ايت ادي مرة بعدين لو زودت تلاتة كمان نيجاتف ايت و سري نيجاتف ايت و سري بكام نيجاتف فايف ومينس تو تبا نيجاتف ايه مرة واحدة اوكي بس انا عايز اعرف هو هنا حلها ازاي هو فين الاجابة سري طايم يا جدعا فاصد سرو ازاي نيجاتف ايت سري طايم من نيجاتف تو سري تعالى كده كويس يا ماري مول الله انت بتصحيني للاسألة من نيجاتف تو لسري ازاي نيجاتف تو يعني ايه ايه سوري يا جماعة سوري عايز هو قال لك انا ستارتنج من نيجاتف تو هلو كده فهو بادي بس انا مش فاهم طب هي الرسمة نقصة ايه الرسمة نقصة تقريبا ماشي 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 سيف ما الكلام ده عارفين الكلام ده جدددددددهب ازاي جابت لامني بي حاجة ازاي مين جابت لامني جابت لامي ميني جابت لامي جابت لامني بي حاجة بالميني انتحرك انا شو عام اي حاجة اي مياه والله ما فهم اي حاجة. يا خربتك. ده مين اللي عامل ده عبدالله ولا يسوف? انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انسى كل اللي انا قلته خلاص انا ما اديك اصل الاسبيشيال كيس بيقولك ان الاكس نوت بنيجاتف تو. فانا اسف جدا يا جماعة اصبح انك كده تقدر تجيب او تملك الدنيا وما فيها. قولي ليه? لان حضرتك معاك سبيشيال كيس. مش فاهم اصدق ايه. بمعنى ان اكس البداية بنيجاتف تو. فانت مثلا هنا من زيرو للسري. للفي. دي تي. ده بيديك الاريا اللي انت عارف انها بنيجاتف ايت. هلو كده? طب. الفي دي لما عمل لها انتجريشن وزر اسبكتو طايم هتديك الاكس. يبقى الاكس لما تي بسري. ماينوس الاكس لما تي بزيرو. بنيجاتف ايت. اه اه. هو بقى مديك دي. بكام? بنيجاتف تو. فانت احطيها تطعر في الاكس لما تي بزيرو بكام? هتطلع مش نيجاتف تو. مش نيجاتف ايت. حد فاهم اللي انا بقولوا يا جماعة? انا كنت فاكرها اس. تاني. يوجد هنا خطأ. خطأ كبير. انا غلطته. بس ما غلطتوش وانا بحلب. كل اللي انا حلته صح. غلطته وانا بجاوب ماريم دلوقتي. عشان لو حد بيتفرج ما يتلغبطش المسألة اللي انا حلتها من شوية كانت صح مية في المية. غلطته وانا بجاوب ماريم. ركز معايا صلى النبي. عمانا جاوبت السؤال ده اصلا? اه جاوبتو. طيب. بس انا حسنوها مجاوبوش كده. ايوة صح. طيب. سؤال ماريم. انا جاعان ايوة مطلوب. كام مرة? الجسم عدى عند البوزيشن فيكتور نيجاتيف ايت. عايز يعرف الاكس بنيجاتيف ايت كام مرة. اوكي? فانا بس ما اخدتش بالي ان اصلا الرسمة دي. هو هنا مديني الاكس نود بنيجاتيف تو. ليه بقى? اقرأ كده? بيقولك ستارتنج موشن. يعني لما تتيب زيرو كانت الاكس بكام? بنيجاتيف تو. ومن هنا هقدر اعمل كل حاجة. خلاص? زي ما عملت كده هنا. فكان الخطأ ان انا بس معايز كيس. اوكي? عايز بقى تعرف الاكس بنيجاتيف ايت كام مرة? انا ممكن اجيب لك كام مرة? وامتا? في مشكلة? قول اسئلة حاجة مشان انا طيبت. لا لا. عالي صوتك. عبدالرحمن فرج عايز ايه? عبدالرحمن فرج عايز اول مفتوض. تعال احل السؤال كله عبدالرحمن بس مش حلسي تاني. اه? قول. على حسب اروة انت خلتك انا انت حاجة. قول تاني. ماير. اه. ماير. ايه ولد. كان بيقض في العرب كده ورا خاصة. في مدرسة اه مش ايه. هل يخلو يا عماين? هل يخلو يا حبيبي? احمد عبدالرحمن سلم. يوسف تامر بيحبني? ده يوسف الاسيستان. ماشي. يوسف تامر انا بحبك حبيبي. شكرا. شكرا. احمد عبدالرحمن بيقول لي ايه? احمد ابو كرش. عبيبي. عبيبي احمد. احبك احمد. شكرا لك معي السنة احمد عشان انت مهندس يا ابني. مهندس. الفضل طبعا مايرجع لربنا ثم عمر الشربيني. خلاص? انا محتاج اخد بريك. بس نعمل فيش وقت. هنكمل. بصوا حبيبي كده. اول حاجة. في حد قال لي حلي ايه بقى? فاتعا نحل السؤال كله ونخلص. بقى لك فايند. زا بوزيشن. عايز الاكس. عند التيب سري وعند التيب فايف وعند التيب سيكس. هو مديك المساحات. اوكي? المساحات اللي هو مديهلك بتمثل. تدفنت انتجريشن للفلاسطي وزي رسبيكت تو تايم. فانا اخدنا اول انتيرفل من زيرو لسري. لو عملت انتجريشن للفلاسطي وزي رسبيكت تو تايم بتديك المساحة. اللي هو اساسا قلدي مديهلك بكام? بايت. بس ده دي سوري مساحة. انما انا شايف انها تحت. فانا اروح كاتب نيجاتيف ايت. تاني معلومة هو اديهلك انه من فايف لسيكس. زي من فايف لسيكس يعني. من سري الفايف سوري انا مش عارف مالي. من سري الفايف للفي دي تي بسري وهي فعلا فوق فهي بسري مفيش مشكلة. طالت معلومة من دهاني من فايف لسيكس للفي دي دي بطو بس هي تحت فحط نيجاتيف. هلو كده? طيب. الانتجريشن للفلاسطي. بيديك ايه? الاكس. هلو الكلام? الانتجريشن للفلاسطي. فهو مفروض يديك الاس. وبما انه ديفرد انتجريشن فهو مفروض يديك الاس. بس هو هنا انا هعملها اكس عشان اخد البداية والنهاية. ركز تاني. واحد يقول لها مستر هو انتجريشن فلاسطي اس ولا اكس عشان اطلع بط. عبيب قلبي. اللي اتنين نفس الحاجة بيبقى الفرق بينهم كونستنت. فلو الاس نود بزيرو يبقى يديك الاس انا عاسب. لو الاكس نود بزيرو يبقى يديك الاس. لو الاكس نود مش بزيرو يبقى هنا يديك ايه? الاكس. حد فاهم حاجة يا جماعة? تاني. مش لها ما كانت فيه بصوا كده هنا. مش الاس بتساوي اكس. وينس اكس نود اعمل derivative يلا يبقى derivative الاس اللي هو يديك الفي واعمل ده derivative انا اقسف يعني ان عملت كده يبقى ds dt بيساوي dx dt فالاتنين نفس derivative فلما اتعمل هاديك دي او دي بيكون الفرق في الكونستانت بتاع الانتجريشن اللي هي السيل في الاخر طب ده كده كده يعني derivative بتاعه زيرو عشان كانتنين نفس derivative الكلام ده مفروض انت تبقى عارف وين خلينا نرجع لمرجوعنا طب هنعمل integration فانتجريشن في تديك اكس فهتبقى اكس لما التي بسري مينس اكس لما التي بزير هو مديك معلومة هنا بيقولك ان هو starting motion بنيجاتف ايت يعني ال اكس لما التي بزيرو دي بنيجاتف ايت يبقى ال اكس لما التي بسري بنيجاتف ايت مش تلاقي ما كان اكتب فيه يبقى الاكس لما التي بسري طب خلاص اجمالت هنقرهم من هنا و ازاي نيجاتف ايت يعني ازاي نيجاتف ايت طب انت قريب تجيب ال اس هو عايز ال اس ولا عايز ال ايه هو عايز ال ايه يا عمي بقى يلي حل الكلام ده ايو خرق واول طلب محلول غلط ايه غاخي بقى ده غبي 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 ايت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا حلها صح في الاخر ها ده عارف مين ده الله صح فلاقي. انا انا باعتذر يا جماعة الحل ده. حازم اكتب لي كده بس سؤال نمبر تاني. بعتلي على الواتساب. عشان نعدله. ده عبدالله. بيختار الطرق الاصعب. ويحل بيها. المهم يا جماعة يطلع نفس النتج اللي احنا ايسا قيلينه. مفيش مشكلة. هنودي النيجاتف دي. في هنا نيجاتف. يبقى هنودي هنا حد تاني. يبقى نيجاتف تن. يبقى الاكس لما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا كمان جابي في دي نيجاتف تن. الحل صح يا ابا نوب. مين اللي كان بيقول كده? ماشي ماشي خلاص. يبقى الحلول دي هطلع صح نيجاتف تن نيجاتف سيفن نيجاتف ناين. اوكي? هتعمل نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. الوقت يدي بعكس الساين. هتقدر تجيب واحد يقول لي طيب يا مستر. اه انا هجيب الاكس عند النيجاتف سري هنا عند السري هنا منين? وانت لسه جابها بنيجاتف تن. وهتفضل يعني مثلا هنا. هتقول اكس عند الفايف ماينس اكس عند السري ايكول سري. الاكس عند السري انت لسه جابها بنيجاتف تن. في هنا نيجاتف تبقى وادي نيجاتف تانية يبقى الاكس عند الفايف بسري ماينس تن يعني نيجاتف سيفن. هلو الكلام? بس. انا اعدل لكم الطريقة ده يا جماعة. حلها بالطريقة بتاعتي طبعا. وانا اقسف ان انا كنت حفاوت السؤال ده. شكرا مارين. النيجاتف تن. الاجابات صح. اكي? الطريقة بس وزخة شوان. ده اول سؤال ما فيوش اي غلق. اكي? تاني مطلوب. بيقول لك انا عايز اعرف. هاو ميني تايمش عارف ايه? البوزيشن فيكتور جيم نيجاتف ايه? مشيق. عايز يعرف الاكس? انت عدت عند النيجاتف ايه كام مرة? افهم تاني الحتة دي. اعرف منين انا عدت عند النيجاتف ايه كام مرة? ركز معايا كده. تخيل معايا ان الجسم هنا عند الزيلو. اوكي? فهو عمال يتحرك. يروح. وممكن يرجع. وممكن يرجع. وممكن يروح. وممكن يرجع. الاكيد ان هو ما ينفعش يتنطط. اوكي? فانا عايز عارف انا عديت عند النيجاتف ايه كام مرة? باقولك ان البادي. انا بقى مش فاهم حل عبدالله ده. بدأ عند النيجاتف تو. عايز تقول حاجة? انا بات التحوج سوك.coat افهم انا قطع May Gas اوه مش فاهم audience قطع با�이션 تقيده اشنائم تقيده. اش ناموا باتردله ده. انا بواقع احنا حلبي اه 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 صح بدأ عند بعدين بقى صح بعدين بدأ عند ازاي بيعد عليها اه صح صح صلوا على النبي الحل ده برغم غبائه بس هو حلو لان هو سألك كم مرة خلاص المشكلة الاكبر لو كان سألك امتى هي دي كتا تبقى الصعوبة طيب هو بيقول لك امتى انا عديت عند النقطة اللي الاكس بتاعتها بنيجاتف ايت فاحنا خدنا الفترات بتوعنا كلها اوكي لقينا ان احنا بس انا شاكك في الحل لان انا شايف ان فيه طريقة اسهر طيب قالك انا بدأت من نيجاتف تو ايه ايه طيب نكتب هنا اوكي بيقول لك انت بدأت من النيجاتف تو دي الستارتنج فوينت بعدين روحت للنيجاتف تن بعد ثلاث ثواني صح كده اولا ايه اه بعد ثلاث ثواني انت روحت للنيجاتف تن فانت مشيت شمال لما واقس في الفترة دي وانت ماشي انت ما ينفعش تنط انت بتتحرك في ستريت لاين فما ينفعش تروح حاوت كده فده معنى انك عدت عند النيجاتف ايه مرة بعد كده اتحركت للنيجاتف سيفن يعني رجعت هنا فعدت عند النيجاتف ايه تاني مرة بعد كده اتحركت عند النيجاتف اهي هنا فعدت عند النيجاتف ايه تالت مرة ادي فهم حاجة معه هو السؤال سهل جدا بس انا اللي تعبت خلاص فهتحس انك توهت مني لكن السؤال عادي جدا هي الفكرة كلها الغلطة الوحيدة اللي انا اغلطها في الاول هي دي اللي لغبطتك انهم اديك الاكس نوت بنيجاتف انا كنت حاسب ان الاكس نوت بزيرو فحلتها ان هي وان طايم بس لان هي لو الاكس نوت بزيرو ده معناه ان انت كده لمست الايه مرة واحدة سوري النيجاتف ايه مرة واحدة اتفقنا اهي حازم في اسئلة ماشي انا ممكن اقدر والله اعيزش انا اصيب طيب حطه اهي اعليش يا جماعة بس انا اتعبان اخد اصيب انا بيبطعم اوي كل ما يجي خط بالا اعرف ليه التبريد اه اتراح في ايه تبينجز تشعب ايه اكسور اعطاك تبينجز تشعب او الفرد شح زياد حبيبي زياد يا جماعة بقعت لي قال لي بالصحة والعافية حبيبي يا زياد وحشتي أنا آسف على ما باظر بيبي زياد يا عمى باظر بيبي حلو الكريسي حلو ايه بيب زياد 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 بتاع العنو لا انا زياد بقعت لي قال لوتسان عارف زياد مين زياد باكرو بقع صاير وهو كوباية شاي انا اتعبان او احزر اشعرف نفسي في كباب كده طيب في ناس اجمع هشتكت من شابتر فور مش عارف اصدوكو ايه في شابتر فور الجراف سوال لا بس مسلا انت عندك سؤال ده مرحلتين الاسئلة العابرة جدا ممكن تحلها بالانرجي قوانين الرولز بتاعت الانرجي ممكن تحل قوانين حركة طبعا انا احصل اها انرجي دايما 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 انا بميل لقوانين الانرجي دايما 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 بفكر في الجiau بتاعت الانرجي وبفكر في اول واحد باس ت zd ومنdate مفيش فورس اللعبة باستخدام قانون بتاعة t- t-ижу في شكل فاكر الكلام ده طيب اسئلة عابرة عادية جدا في سؤال انا كنت عايز احلو السؤال ده خطير جدا راكز كده معا مهم جدا instruction the opposite figures represent the force displacement okay force displacement انا اتكلم عن الwork على طول ليه؟ لان الwork هو برا ا wan til crystal f with respect to s okay انا كان عايز الانضاوي للنزيج من 0.7 طيب ما تقول لا عليز الwork الwork من 0.7 هو الاتشانج في الكائناتك انرجي تيما ناسي نوت بتسويه التوتال وورك فهو بدر ما يطلبه صريح يقولك اعايز الورك لأ لك انا عايز الاتشانج في الكائناتك انرجي اعايز الورك يبقى انا عايز الورك من 0 ل7 طيب تعال انا بحل السؤال كده اركز معي عشان اجيب الورك من 0 ل7 تب يسوي انتجريشن الف بالنسبة للس يعني بيسوي الاريا من 0 ل7 قرب كده معي ماشي هتقسمها فترتين من 0 إلى 1 وبعدين من 1 إلى 7 ايه ده بس دي سهلة يعني اه بتاعت السريه هالي صعب اركز خلاص هنحل دي بتاعت السريه هالي صعب اركز بقى كده معي فما تيجي تقسمها فترتين اول جزء عبارة عن تراهانجل الاريا بتاعته half by base by height plus تاني حتة عبارة عن تراهانجل برضو هتعمل half بص عشان في حتة غلط جاية دلوقتي by base 7 minus 1 يعني 6 by height اللي هي 4 الغلطة هنا بقى فين يا صديقي في البلس دي ليه minus لان هنا negative work لان negative integration negative الاريا positive لكن الwork negative ونيجي هنا نتكلم في حتة خطيرة جدا 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 هو ينفع الwork يكون negative اه في حاجة اسمها work بيساعد وفي حاجة اسمها work بيقاوم فالwork ممكن يبقى positive وممكن يبقى negative مع مراعاة حتة خطيرة جدا قلتها اهنا في فيديو الكيرفز الجرافز لو فاكر الwork سكيلر كوانتي مش فيكتور يعني يعني بيديك رقم بس يبقى positive وممكن يبقى negative رقم او القيمة اللي بتطلع من الشغل قد تكون قيمة مجابة اه وفي بعض الأحيان او كثيرا قد تكون قيمة سالبة اوكي طيب فدي ما فقاش حاجة صراحة. بص بقى اللي فيها حاجة. اها. التانية ديها اللي مهمة. يعني مهمة جدا دي هنا. قالك انا عايزي الورك. عند الاس بس ري. فاحنا ممكن نحسب الورك من زيرو بس ري. او عايز الورك بس. عايزي ما نجده في كانت دي مش 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 دي المشكلة. المشكلة هنا انك لما تيجي تقرب. بركز بقى كده معي. اه كل اللي عايزي تشحو ايه الحتة دي بركز كده معي. عند الس ري. تيجي تشوف الوايب كام. مش عارف. تا 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 تا. لما جيت عارف الوايب كام عند الس ري. لقيت نفسي مش عارف. فمش عارف احسب مساحة الجزء ده. بقى انت عشان تحسب الورك من زيرو لس ري. ما هبص اللي هيحصل ايه. هو الورك من زيرو س ري. بيساوي تي عند التي بس ري. ماينس التي عند التي بزيرو. ده بيساوي الاريا. المساحة. اوكي? طيب. التي عند التي بزيرو. انت لسه ما بدقتش فكده كده التي نوت بزيرو. لان ما فيه سرعة اكيد ولا ايه? يازم يديني سرعة. لأ مديك اناسف 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 اهي بفور. طب عايز الماس عايز ام اديك اهي اهي بطو. يبقى دي كده بهاف باي الام الماس بطو باي بي سكوير يعني فور سكوير. طيب. والتي بس ري ده المطلوب. والاريا هجيبها من على الرسمة. المشكلة حصلت هنا بقى اني مش عارف اجيب الاريا. فعشان تعرف تجيب الاريا. هتجمع الارئتين من زيرو لسريه. اوكي? هتعمل الترانجل الاولاني ده هاف باي 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 هايت. اوكي? الاريا التانية دي انا عارف انها بالنيجاتف. بس البيز بسريعة دي يبقى هاف باي 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 الهايت. اجيبه بقى ازاي? مش عارف. عشان تعرف تجيب الهايت تركز كده? الهايت اوكي. محتاج تعرف النقطة دي بكام. وعشان تعرف النقطة دي هتجيب الاكواجن اوف ستريت لايل وتعوض فيها عن الاكس بسري تشوف الواي بتاعتها بكام? تعرف الهايت بكام? اهو. بص كده يا صديقي. عشان نمسح بس عشان نشغبطه. اهو. الخط ده معي نقطتين عليه. وان وزيرو. وسيفن ونيجاتف فور. تو بوينت. من التو بوينت زور هجيب الاسلوب دلت اوة على دلت اكس. هجيب الاكواجن بتاعت الخط ده عادي. واي ماينس واي نوت ايكوال ام براكت اكس او ماينس اي. عادي. اهو. في الاخر خالص. هام حطت الاكس بسري. هشوف الواي بكام? هعرف الهايت بكام. دعا نشوف حلعة. اول سؤال ما فيهوش مشكلة. لان السؤال هو اللي فيه الفكرة. اهو. تي ماينس تي نوت. التي دي المطلوبة. التي نوت دي هتحسبها انت معاك الام ومعاك الفي. بتساوي الارية. المشكلة هنا في الارية. لانك مش عارف عند السري الهايت بكام. ومتجاب بتاعت اللاين. جبت الاسلوب ومعاك نقطة. جبت المعادلة بتاعته. اهي. بس حطيت الواي. اف. والاكس. اس اس. دي الواي. سوريا مش باينة. ودي الاكس. فيه مشكلة كده? بعد ما جبت المعادلة. اه هو عمل الديفنت انتجلشن للاكويجان عاطل ما فيش مشكلة. ممكن تعمل من وان ليه من وان ليس ري. اه اوكي 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 اوكي. ماشي. عمل الاول دي الواحدها. بعدين خد من وان ليس ري. وانت معاك اصلا يعني عشان تجيب المساحة بدل ما تجيبها مساحة. انت معاك الاكويجان جاهزة. اعملها على الكالكلياتو. فيه مشكلة يا جماعة? سؤال ده مهم وخطير ق او. اه جي خزوق. اه منش قادر اعط. جي خزوق في اه اه? عشرين عشرين. امتحان عشرين عشرين. كان سؤال تحفة. كان اول مرة يجي. اكي? هاي حازي مسئلة. اسئلة عابرة. خد بالك دايما لما بيكلم عن الباور اه اه هو بيجي يقولك حتى ماكسيمان باور. فماكسيمان باور دي اه? اه. ماكسيمان باور دي معناها ان الفلوس دي بزيله. انت ماشي باقصى سرعة. فالسرعة مش بتزيل. ومش بتقل ما انت ماشي باقصى سرعة. اه ها? فالفلوس دي بزيله. ماشي خد بالك لما يجي يقولك في الثانية الخامسة. يبقى بتعمل من فور لفالس. يعني حاجات عابرة قوي الصراحة. تخد بالك. القانون ده. لازم تكون الفورس. كونستانت. لو فاريبل هتقول ان الورك بيساوي. انتجريشن باور كل ده في سؤال عابر. تا 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 تا. بيقولك ان في مدفع مية بيرفع المية من هنا. بعد كده طيب في حاجة مهمة جدا لما تيجي تحسب خليك معا لو شفت سكيرو للمينزيت هتلاقي الكلام ده فيه مشروح بالتفصيل مهمة اول حتة دي هراك لما بتمسك وزن زي ازاست الميا دي كده مثلا فانا بعمسك ازاست الميا وجهة رفعها لفوق مسافة خليها قل ايه ازاست الميا وانا رفعتها لفوق مسافة ايه لما اجي احسب الباور بتاعي مش هعرف احسب الباور بس هعرف احسب الافراج باور فالافراج باور في الحالة دي ركز في الحتة دي مهم جدا اوكي لما بجي ارفع اي حاجة في الدنيا ما بعرفش احسب باور بحسب بحسب الافراج باور متوسط القدرة اكي فالافراج باور بيساوي الورك عالتايم والورك بيساوي الاف في الاس والاف بتساوي الويت اللي انت رفعت والاس بتساوي الهايت اللي انت رفعت الجسم ليه والطايم هو يقول لك انا طلعت الجسم ده في فترة قديه اوكي يا جماعة طيب الحتة دي خطيرة جدا 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 انا هو بقول هلك تاني لما تيجي تحسب الافراج باور بتحسب الورك عالتايم المشكلة مش في الاطايم خالص دلوقتي وانا هتديك الاطايم كده كده المشكلة تبقى فاهم الورك في حالة الرفعة يعني مثلا لما لابسك دمبل فايف كيلو جرامز وبرفع الدمبل ده تلاتة متر برفع الدمبل كام تلاتة متر فلنجا احسب الباور بتاعي وانا برفع الدمبل سوري مش عارف احسب الورك بتاعي وانا برفع الدمبل تلاتة متر اضرب وزنه وزن الدمبل في كام في المسافة اللي انا رفعت اها في حاجة صعبة طيب هو المسألة دي متقسمة سيك شنين اول جزء انت رفعت المية ستة متر مكعب من المية اضرب في الف يبقى ستة الاف كيلو جرام ميتر اه الميتر كيوب الميتر كيوب من المية وزنه الف كيلو الميتر كيوب الواحد وزنه الف كيلو يبقى سيكس متر كيوب وزنهم ستة الاف كيلو جرام من المية اوكي برفعه من عمر 3.5 متر يبقى اول وورك انا ببزله ساميه وورك 1 اني ارفع الوزن ده 3.5 متر يبقى كده 6000 اللي هي الام في ال 9.8 اللي هي ال G في المسافة اللي انا طلعتها ده الشغل اللي انا بزلته في حاجة صعبة طيب بعد كده هو هنا بيديك ان ال time 60 سنة سيباك من لما يطلب ال power انت بتشوف الكلام ده. وبيقولك ان هو بيبوش ايت بيزقق هريزونتل لسرعة اربعتاشر. هكلي بقى ال power. انا مش فاهم. لا افع. انت هنا في جزئين بيعملهم المطور بتاعك. اول جزء بيرفع المية هي مضخة مية. ماشي? بيرفع المية بعدين بيزقها هريزونتل. فانا كده بعمل شغلية. الشغل الاولاء كل ده في ستين سنة. فالشغل الاولاني خلاص عرفنا الرفع ودي مسألة شهيرة جدا ويجيب لك عليها مسألة تانية دلوقتي مهمة جدا. وهتيجي بكرة عشان انا بقول ايه كلام عشان انت اتذاكر. اوكي? طيب. فالرفع ده بتضرب الوزن في المسافة اللي ترفع. يديك ال work عايز ال power اقسم على الطايم. طيب بالنسبة للمسافة الهريزونتل اللي انا عملتها دي. ده ال work التاني اللي اللي المطور بازل. مش هقدر احسيبه لاني معايا سرعة. بس هقدر اجيبه من قانون الانيرجي. مش ال work بيساوي. الكاينتك انيرجي في النهاية. ماينس الكاينتك انيرجي اللي بدأت بيها. طيب. انت لما رفعت المية هنا كده. كانت سرعة المية كام? زيرو. زقتها بقت سرعتها كام? قال لك فورتين ميتر برساكن. يبقى كاكات تينوب بزيرو لان الفي بزيرو. خلاص? يبقى انت كده زقتها. بقيت سرعة المية كام? فورتين ميتر برساكن. يبقى هاف. في ام. سوري في زي رائس. في في سكوير اللي هي فورتين سكوير. هتحسب ال work التاني. كده ده الشغل اللي المطورة عمله. رفع زق. رفع زق. رفع زق. ده الشغل اللي عمله في ستين سانية. الباور بقى اسم الشغل. اسم الشغل على ادي ال work الاولاني. وهو بيرفع الوزن. وادي ال work التاني وهو بيزقه. اسم بقى الشغل كله. عالستين سانية. هتجيب الايه? الباور بالوات. خد بالك بقى من حتة دي. خلاص? عمل نقط هنا. ايه هاورز دي? ايه دي هورس يعني? هورس. سوريا يا جماعة. هورس. فانت طبعا هي الرقم اللي انت جيبته one three two three zero اللي هتحس هو رقم تليفون ده. مش موجود في الاختيارات. بس خد بالك هتلاقي برضو في فيديو ايجزام وان انا قلت الكلام ده واتنعبها حالية تاني في خد بالك انها يحطو لك نقط 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 ويحمل لك خزوه في اليونت. فانت لازم تاخد بالك. واحد يقولي بس انا مش باخد بالي فانا بنصحك. خد بالك مليونت. اللي هو طالب بيها الاجابة. انت الديفولت بتاعك هيطلع لك الاجابة بالوات. اعمل بقى divided nine point eight by seventy five. يعني كل ده في الديلميناتر. اهو. nine point eight by seventy five. هيديك اتين هورس. ازاي اتين? مفيش اتين. اه في الاخر بيقولك ايه بقى اخلي بالك في عشرين في المية باشا بيروحوا في الفريكشن. فهتشيل منهم عشرين في المية. اوكي? الطمانتاشرة بتوعك شيل منهم عشرين في المية عشان تجيب الشغل. ها? في حاجة صعبة? اللي هو السؤال ده? ازاي بالنجف? ليه? اه الورك اللي الوزن بازله بالنجف. بص. هنا لو انت بتحسب شغل المية وهي بتترفع. واحده اللي اه هي المية بتبزل شغل? اه. وزنها بيبزل شغل. هيبقى بالنجف. بس انا بحسب شغل المطور اللي رفع المية. هو بيساوي شغل المية وهي طالع. بس بالبوزن. حد تفهم حاجة معها? طيب. لو انا بطلع سلم. وانا بطلع السلم كده. فالشغل اللي انا ببزله وانا طالع بيساوي ايه? وزني? في الهيط اللي انا طلعته بالنجف. لان ده شغل وزني. واحد دول انا عايز اعرف شغلك انت. يعني شغل انا. ها ها? وانا بالنسبة لك انت. ويت. اوكي? انما اني انا بحسب شغل المطور. فالمطور دفعوا. رفعوا الفوق. يعني في نفس اتجاه الحركة. فهنا هو. ها? ناشر. اف ايه اللي اكتر من الوزن. ايه? قلت ايه? ماشي. بص يا معاز. انا هنا مش بجيب لك اا قوة جسمي رفع مية. طيب ما فيه فريكشن تشالت من الباور. مع الفريكشن دي مفروض تتحسب. يبقى كده بقى فيه تحت حاجتين. ام جي وار. انت مش بتدرس المية. افهموا الحتة يا جماعة. طيب. انا هجاوبك دلوقتي في سؤال الطفل اللي بيرفع. مش عارف ايه بيرفع لاعب كده بيعمل اا تاور بورج. ماشي ماشي. هجاوب بسؤال اياد برضو خاطر. طيب بصوا كده جماعة. يحيا. ماشي. ماشي ماشي. انا عشرح دي و اللي عنده سؤال يسأل تاني. بصوا يا جماعة ده سؤال شبيه لللي فات. ركز كده فيه. طفل بنا بورج. بيبنيه ازاي بقى? ركز معا. واحدة واحدة. بيقولك ان فيه تلت قطع خشبية على شكل سلندر. مش هتفرق. كتلته كزا جرام. يبقى مبدئين كده الماس بكام? او بوينت وون كيلو جرام. لكز بس معايا في السؤال عشان تفهم اللحظة. والاجي تو سنتيميترز. يعني او بوينت زيرو تو ميترز. والقطع دي محطوطة هريزونتل بلين يعني محطوطة عالترابيزة مثلا. اكي? لا. مش مشكلة. والجرافتي بتندعها بس ده. حاجة غريبة جدا يا. بس هواي اقل لك ان نحط الجي. بتن مش نايم بوينت ايت. اوكي? خد بالك من الحتة دي. عشان اا السؤال ده. مهم. فممكن يجي في الامتحان بكرة اولي حاجة. يقول لك انا عايز اتجيب تن. او حر. سخافة. فانت بتعود تحطها نايم بوينت ايت. فبقى خلي بالك. يقول لك زينزا وورك اهو بقى. اللي عمله. الشغل اللي الجسم اي سوري ان الولد بزله. فخلينا فاهمك اللي حصل ايه? ايه كان قطعة? تلات قطعة. بصوا كده حبايبي. ماشي الولد بيجيب تلات قطعة على شكل سلندر زي ده مسلا. بيحط القطعة الاولى كده. بعدين بيمسك قطعة تانية. ولياكم موبايلي ده مسلا. واقيها. بعدين بمسك القطعة التالتة والاخيرة. واقيهم. فانا بعمل ايه? بورد. فالله حصل كالادي. بص. ادي القطعة الاولى. على شكل سلندر. بس انا برسمها تو دي. بعدين الولد ده هيمسك القطعة التانية. والقطعة التالتة هي. بص كده. هيمسك القطعة دي. يوم خطها. فلو جينا حسبنا الشغل اللي الولد بازله. اول قطعة انا اسف مش عايز اقلل من مجهودك يا طفل. اه? انا مش عايز اقلل من مجهودك. بس انت اول قطعة انت ما رفعتهاش. واحد يقول لي بس ممكن يكون زقها. لأ. في حالة الباور احنا بنتعامل مع اه سوري في حالة الورد. احنا بنتعامل مع الاوزان. محدش باقي يقول لي فيه محدش يقول لي هو ده الشغل مين اللي بازله? قطعة المكعب اللي الطفل بيرفعها? ولا الطفل نفسه اللي بازله? ولا قوة? مين قال ان قوة ايده مش اقوى من وزنه? انا بحسر الشغل. النتيجة. انا رفعت وزن كزا مسافة كزا. الوضوع انتهى. اوكي? فاول قطعة دي. اسف ما لها الشغل. سخبرك انه قالك ان هي او بوينت زيلو تو سنتيميتر يعني او بوينت سوري او بوينت تو ميترز. ودي او بوينت تو ميترز. يا اخي او بوينت زيلو تو. ودي او بوينت زيلو تو ميترز. هل? تركز معي اول واحدة مفيش وورك. عشان يرفع التانية. اول واحدة كده هو مرفعاش اصلا فما بزلش شغل. تاني واحدة وتالت واحدة تعالى نشوف يلا قول معاي. عشان يرفع التانية. هو اضطر يرفعها من على الارض مسافة ادي ايه? او بوينت زيلو تو بس. اه? مش هيكت هنا. وانا خدتها رفعتها هنا. فيبانتا كده رفعتها ادي ايه? زيلو بوينت تو. ركز تاني اهو. انا معاك قطع. لأ مزيلو بوينت تو كمان. انا عشان ارفعها. اه. ركز بقى كده معاي. هي هنا. اه. ادي ليه بالزبط. وانا قمت جاي. هي هنا هي يا جماعة. ركزوا كده معايا. ركز عشان ارفعها كده. انا مشيت او بوينت تو ولا او بوينت فور. زيلو تو ولا زيلو فور. بص بقى معايا. اهو مسكتها. برفع. ركز معايا هو. من هنا. لهنا. رفعت كام? زيلو بوينت تو بس. ركز تاني. احسب من نقطة النقطة. خد مسلا النقطة دي. عملهاك بالزرق. اهو. وانت بترفع. اهو بص عن نقطة الزرق. رفعت. زيلو بوينت تو. هتقولي بس انا دخلتها كده دي مالهاش وزن. لا اه مالهاش باور. لا. مالهاش بور. مالهاش باور. لان اي حرقة هريزونتل مالهاش شغل. ده يا جماعة تعريف. حينما ترفع الاوزان فيكون الشغل فقط الوزن في الهيط. الوزن في الهيط. عايز تحسب الشغل? الوزن في الهيط. دي تعريف. اوكي? واحد بقى يقولي ايه? ده اللي كان بيسأله اياد او كزا حد من شوية في المسألة اللي فاتت بداعة الووتر. اوكي? يقول لها مستر. طب ما كده ممكن يكون القوة اللي عملها عضلات ايد الطفل عشان يرفع العلبة دي? مفروض تكون الفورس اكبر من الام جي. اه? اه? بس ده مش موضوعنا. كونه هو بازل قوة سوري. كونه هو عمل قوة اكبر فدي لا يمكن تعرفها يا صديقي لان للأسف الطفل ده مش ماشين. يعني ما قدرش احسب الفورس بتاعته. حد تفهم حاجة جماعة? انا عايز احسب الشغل المحصن. دي اسمها افرج وورك. اوكي? انا عشان اعرف احسبه وزن القطعة المتشالة بالمسابة اللي طلعت. يلا نكمل السؤال والسؤال ده خطير جدا. مهم. بقول لكو ايه? انت حقا. اه? اه? يلا. فالشغل الاولاني انت ما عملت الشغل ما تستعبطش انت ما رفعتش القطعة الاولى. القطعة التانية انت كده رفعتها او بوينت تو يبقى الشغل اللي انت بازلته. ام جي اتش يبقى او بوينت واحد. في جي اللي هي تن عشان هو ل كده. في اللي انت رفعتها زيرو بوينت زيرو تو. للشغل التاني التالب بقى الصندوق الاخير. خد بالك الصندوق الاخير انت كده رفعته. او بوينت تو. و او بوينت تو عشان تحطو هنا. يعني او بوينت زيرو فور. اوكي? يبقى او بوينت. وان اللي هو الام في الجي. في اللي هو زيرو فور. في مشكلة كده يا جماعة? او باعيز يبقى. عايزة بالشغل الكل خلاص يبقى اضرب دي في دي. يبقى او بوينت سيكس او بوينت زيرو سيكس ايه تبقى الاجابة دي. في حاجة صعبة? اه ها? الرسم هنا احلى بكتير. شو لازم اعمل اللي انا عملت لها? ها? مم. بص زياد محمد بيس اتفال بيقول لي اللي طب لا هو بيزوق اعربية. يبقى الورك بزيرو? اه. الورك بتاع الولاء الراجل بزيرو. لكن الورك بتاع العربية ده موضوع تاني. الورك بتاع الراجل بزيرو. يعني انت ما ينفعش تحدد قوة زق العرقلة بقى انا عملت لك بيزوق الفورس كزا. ها? ودي حاجة اللي ممكن تحددها لشخص يا جماعة. يعني انت ممكن رسالك سؤال. انا لو مسك ضمبل وزبه خمسة كيلو جرام. بارفعه. انا لما ارفعه. هل انت عارف انا بعمل فورس كم? بقى دي اللي بس اكيد اكتر من فايف. مين قالك? ما في الاول بتبقى فايف? يا سوري في الاول بتبقى اكتر. تدي له اكسليرشا اللي فوق. باخد انيرشا. بعدين بقى القوة شو انت مين قالك? ها? ها? هو انا اصنصير انت ما تقدرش تحدد قوة شخص. اوكي? عشان كده التعريف بيقول ان لو عايز تحسب الورك المبزول لرفع جسف الورك المبزول للرفع جسف اضرب وزن الجسف فالهاية اللي طلقه. اوكي? خلاص? طيب. اه استنوا تقريبا ده اخر سؤال عايز احله. والباقي كله عبط. انا بس خافة ببط حاجة. لا فيه سؤال تاني معلش. مش هنا. كده بفضل السؤالين لازم حلوهم يا جمعة. صلى الله عن نبي. بص السؤال ده. امتحان. بسرعة يا ابني. بسرعة. بسرعة. ستكر كلامي كويس قبل. سؤال حلو جدا مش امتحان ولا حاجة بس سؤال حلو. ركز كده معي. الحركة في سيركلر سيكتور. اه اه. يعني حركة نان كولينير. مش خطية. ايه ده? بس اشيرب انا ما عرفش ادرس الحركة اللي غير خطية. هتدرسها في الجامعة ان شاء الله لو دخلت حاجة فيها ماسيماتيكس كويسة. هتدرس الحركة اللي مش خطية. بس احنا في في تالت سانة ما ما عرفش ادرس غير الحركة خطية. حتى مسألت البندلم البندول اللي كان بيقضي روح وييجي كده كان زي دي بالزبط. بيتحرك نفس الحركة. اكدنا مع بعض ان انا ما اقدرش ادرس المسألة دي غير بقوانين الانرجي. واحد يقول لي بس. يعني دي مسألة البندول. دي مش مسألة البندول. دي مسألة اصعب شوية. ركز فيها كويس قوي. تعالا معي. بيقولك ان فينا مواغزة كرة وزناها برباك. بتتحرك في سلكر. ماشي. وريديس تين. ريديس تين دي معناها ان من هنا من السنتر. ده السنتر اهو. يبا دي كده تين. ودي قد دي. عليش ممكن نوسع كده عن الامتحان ده شوية. يا دي بردك زيها تل. خلوة كده يا جماعة. طيب. الكرة بدأت من البي تحت. طلقت للايه? بس ما مشيتش على الخط الاحمر ده. ده اتجاه الديسفلسفين. تركز كده تاني. الكرة بدأت هنا. لفت طلقت هنا. يبقى هي نهاية هنا. وبداية هنا. هي اتحركت كده. دائرية. بس الديسفلسمنت خطية. فانا بتكلم بالديسفلسمنت. فالديسفلسمنت هي الخط الاحمر ده. اللي هو اي بي. يبقى هنا هو ال اي بي لاين. طوله. في مشكلة حد دلوقتي? خالص. بيقول لك بقى ايه? نمسح بس القرف اللي انت عملته ده. بيقول لك بقى ان 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 في حبلة هو بيشدها كده. والحبل ده بيعدي على بقرة زي ما انت شايف. بتتشد بقوة هريزونتل. بيشتغلك. اها فكرة قعبيد. او هو عارف انك عبيد. او مش فاكرة. هو عارف انك عبيد. ليه? لما قالك ان دي هريزونتلي فانت تراضيت. معين انت لازم تبقى فاهم حاجة? ها? التو هندر ده ايه? سيبك من البكرة والكلام الفارغ ده. الحمد لله ان احنا هزا من تحنين كنت بقول لك لما بمحطوك كده. وانا ان شاء الله اشده بانجل ايا كانت كان. دي مش هتفرق في اي حاجة. ان هو بتشد هنا بتو هندرد. حد سوري. حد فاهم حاجة ما? فكوم من الفرس اللي بتشد بيها هريزونتل دي مش فرقة معايا لانها في النهاية. بص 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 بص. اها من الاول. التو هندرد دي. بتشد الحبل اللي بيمر بالبكرة دي. فبيشد الجسم ده بتو هندرد. مكانش لها لازم انك تقول لي كده. فادي يا باشا فيه فرس تو هندرد دايه في الحبل. عادي. لحد هنا انا خلص السؤال. يلا نحل? يلا نحل. هتلاقي هنا. احد الاسستنز بتوعي ليه الاسف? حل السؤال ده غلط. بس هيطلع الاجابة صحة بالصدفة هقولك ليه? هتكبل يا حزم سؤال تولف برضو. عشان ده محلول غلط. بس هو هيطلع الاجابة صحة. بس الحل غلط. اوكي? هنا عدله برضو. بص يا صديقي. انا دلوقتي مش هادر استخدم القانون. اي قوانين اي سوري اي قوانين حركة اي حاجة في الحالة ده استعملش هتنفع. الا قوانين زي ما سألت البندول بالزبط. الا ان حتى قانون البندول مش هنفع استخدمه. اللي هو بتاع تي بلاس بي اي كوال تي نوت بلاس بي نوت. لان ده قانون بقاء الطاقة. بحدي قولي ايه ده? طيب ما الطاقة لازم لا تفنى ولا يبقى القانون صح? اهه? لا. القانون ده بتاع تي بلاس بي اي كوال تي نوت بلاس بي نوت بيقولك جستن كسن الجسم ما بيقصرش علي ولا فريكشن ولا اي فورس خارجية ايه? او ما لطاقة انظر دي ايه? فورس خارجية مش هادر استخدم القانون ده للأس. مش هادر استخدم القانون ده للأسف. بس انا ممكن استخدم قانون شبه. تعالا باقف القانون. هتستخدم القانون بتاع total work. ايكوال ايه? اهه? واحد يقولي الى تشانج في جاندك انرجي. استعملوا اذا اكوال مش اذا روج. يعني ايه? تعالا. ممكن تقولي التوتال وورك ده. بالنسبة لك وورك ايه وورك ايه? والله انا عندي وورك الويت. يعني تقولي كل القوة اللي اثرت عالكورة دي عملت ووركات. ففي وورك الويت. وفي وورك ايه 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 وورك الايه الفورس 200 نيوتن نيوتن اوكي T منSen هلو جدا معك سرعة لا بس هو قالك key starting from list moves from rest يبقى T نود بزيرو يبقى فاضل التين عايز عرفها of m invi المطلوبة square عد هنا في مشكلة هاهاها اقول لك السؤال ده قطير قوي السؤال ده باللايف كله سكرين شوت دلوقتي انا عاية افترنت افترنت سكرينات على طول السؤال ده باللايف كله اركز معي فالتوتل وورك بيساوي بقناة قنوة ده ما فيوش مشكلة امتنست عانلتو اذا اكوجين اللي ناس اللي مش عارف يعني اذا اكوجين يعني مش هستخدمه كارولي احسابي التوتل وورك انا مش عاية التوتل وورك بس انا عارف ان التوتل وورك ده هو الشغل الكلي طب ما انا ما عنديش غير حاكتين عمل شغل الكرة اصلا ما اصدش عليها غير قوةين قوة وزنها هحسب شغله دلوقتي والقوة اللي هي التوتل عن درد دي هحسب شغلها دلوقتي كمل اصحف يلا بالنسبة للويت ففي قانون بيقولك ان وورك الويت بيساوي بي نوت مينس بي فاكر الكلام ده وورك الويت بيساوي بي نوت مينس بي البداية ناقص النهاية طيب ده قانون مش عارفوا اعرفوا وورك الويت بيساوي نيجاتيف افتح براكت بي مينس بي نوت اللي هو بي نوت مينس بي اوكي بلس وورك ال 200 انا قدر احسبه عارف ليه حظك الحلو ان الفرصة 200 في نفس اتجاه ال بي ايه يعني في نفس اتجاه ال ديس بلسمانت فانا لما اجي احسب الورد هضرب ال 200 كلها عادي ملتبلاي ال ديس بلسمانت كلها اللي هو طول ال ا بي اللي انا اشوف هجيبه ازاي بقى مش حالة ايكول هاف انا معي الام من الماس معي الماس باي تن باي ال في سكوير اللي انا عايزها اقا اسطورة السؤال خلص السؤال خلص اه وانت بص خلص كل اللي جاي اه جومتري شوية عمده سبق يلا يا صديقي عشان احسب البي نوت فالبي نوت بزيرو عشان انت بالنسبة لك على الارض الارض بالنسبة لك هي البي اوكي قدي الارض هي فالبي نوت بزيرو عشان تحسب البي هي مفروب مش نيجاتف لا نيجاتف صح نيجاتف صح اوكي طيب عشان تحسب البي اه هتضرب ام جي في اتش يعني تن ملتبلاي جي اللي هي 9.8 ملتبلاي الهايد فعشان تجيب طول الهايد ده هتمده كده ركز كده معي حتة دي سهلة يا جماعة اللي عارف ما تسألت البندلم هيعرف حل الكلام ده بسهولة دي تن ودي سكستي دي جري فتبقى دي كده تن كوسين سكستي فتبقى الحتة دي اللي انت بتدور عليها دي الهايد هبارة عن التن كلها التن كلها اللي هو الراديوس شيل منها التن كوسين سيرتي سكستي ناسف التن كلها مينس تن كوسين سكستي خلص الاب بقى طولها كام والاب بي هتجيبها من كوسين رول وسع كده ركز معي هو الاب ده تن وده تن وبينهم انجل سكستي دي جري عايز تجيب ده هتجيبه من الكوسين رول بس هيطلع هيطلع تن ما هيدي سكستي ودول يبقى دي سكستي ودي سكستي مش مستهلة كوسين رول فيطلع تن زي يهم اوكي يبقى دي بردك تن انا عارف ان كلكم تهتوا وعارف ان كلكم دول قد اكيد الكوميس كلها مش فاهم عيد صعب اللي هم اناموا ولا ايه ملو لأ لأ طولهم راها ورق الويت بيساوي P-P ورق الويت بيساوي سوري بي مايناس بي نوت بتسوي مننا ومعايز بي مايناس بي نوت ماشي مننا بي مايناس بي نوت بتسوي عشان كده انا عكسته عشان عايز مش عايز النجاتيب بتاعه اوكي طيب سيبوني بس اكمل كده لأ انا خلاص خلصت بس انا شكك في الحل ده حازم انت معكلك جماعة بليز ايه اللي ايه لكم صحيح مايديكم صحيح ماشي اه لو سمحت يا جماعة عايز بس حد يحسبلي الكلام ده ايه يتأكد ان الانصر صح سين ازاي يعني كوسين هي كوسين يا معزم السين انت بس ما اتلقت اوكي يلا حزم كالكوليت يا جماعة حد يحسب الكلام ده يتأكد يشوفلي الفي بكام احدي يحسب دي كده خد كه خد روت يا بل روت ربعه ماتسعين بكام ايه ربعه ماتسعين ايه هزا ينهرب يا ربعه ماتسعين ينهرب يا ربعه ماتسعين استنى يا عم لأ يبقى انا عمل حاجة غلط عادي انا بس يا جماعة ممكن حد يحسب دي يا جماعة بصوا كل ده زائد الفين اقسموه على خمسة في الاخر يا جماعة ممكن نجيب كالكوليتر ونعمل اللي انا هقوله اعمل اللي انا هقوله يعمل اللي انا هقوله علي حمده يا جماعة ممكن حد يحسب بس اللي انا بقوله معلش قلنا بيحسبوها بقى سايلانس احسبوها احسب كده 10 ملتبلاي 9.8 ملتبلاي افتح عندك براكت 10 مينس 10 كوسين 60 كل ده بالنيجاتف سنتسيت اقوله اوكي بعد ما تحط النيجاتف دي اعمل بلاس 200 يعني بلاس 2000 دوس ايكول في الاخر اعمل هيطلع رقم خد روت قولي تلاقيك كان كان ايه انا ما تكالكوليتر بداية ما بتحسبش اجنعات ايه مش هحسب انها لقى تلصف ايه 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 اعملت اعملت اللي بيقوله صحراء حط 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 صفح سحسب لي كده اللي تحت ده كده نيجاتف 10 بواين 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 ايه بواي بواين 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 نوت عايز اقولها. ممكن اقولها. نوت في الامبالس خطيرة جدا. امتحا. يلا. والله اقسم بالله في حاجة غلط يا حازم. ايه? ايه? انت بسمعني مرتين? اه. 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 حازم عايزك تتركز كده في الحتة دي. الكلام ايه اللي باجي? ماشي? ملحوظة مهمة. انزل تاني. ايه? طيب مبص هنا. دي باينة? اه. صلى الله عن نبي. بصوا حبابي كده. حتة الامبالس دي خطيرة جدا. لازم تبقى اخب بالك منها. لو الجسم كمل في نفس اتجاهه فبيكون دايما الامبالس ايكول رقم نيجاتيب. دايما الامبالس ايكول رقم نيجاتيب. ده لو كمل في اتجاه. اه. اركز في الكلام ده بس عشان ايه? انا بطعب لما بقعد كتير من غير ما يكون. ماشي? اول ما الجسم اه يكمل في نفس اتجاهه بعد الصدمة اعرف ان الامبالس اللي اللي حصل عليه نيجاتيب. واحد يقول لي ليه ممكن اعرف ليه نيجاتيب? لأ يا صديقي الموضوع بسيط. فانت تلوقتي حضرتك اه اه سبت كرة خبطت في سطح مية ترتشت يعني حصل امبالس بعدين الكرة كملت. فده معنا ان الدفع دفعها الفوق بطق سرعتها. وبما انه بطق سرعتها. تبقى لقانون الامبالس لو انت مش فاكره هفكرك. ام. الفي الجديدة مينس الفي القديمة. اوكي? طيب. بطق سرعتها. يبقى ده اقل. وده اكبر. فالديفرانس نيجاتيب. فيهمت حاجة? يبقى اي جسم يكمل في نفس اتجاهه وتعرف ان الامبالس عليه نيجاتيب. اوكي? فكان يوسف في سيف ماي دانانميكس لو حد شاف سيف مي داناميكس. اه الحيطة لي خطيرة جدا. اوكي? لان دي مسئولية ممكن حد يكون شافها. اا فيه مسألة كتفيه. كورة او جسم خبط وكمل في نفس اتجاهه. ومع الاسف هو اتلغبت بس. اه وبيعتذر حط الاي بالبالين. خطأ. ايه وعتعمل كده? ايه وعتعمل كده? ايه وعتعمل كده? اهه المتحاني اهه ايه وعتعمل كده? اه. خبط وارتبت الاي بوزيتل. خبط وكمل في نفس التجاو ايا كان الاي نيجيتل. هو في الامتحان وانا قلت الكلام ده في الحصة. هو في الامتحان افتكر كويس قوي. مش هي عمره ما هيجي يديك بالسين. هيجي يقولك زى ماجنيتيود او زى امبالس كزا نيوتن دوت ميتر. نيوتن دوت ايه? نيوتن دوت سكن دي اهبل. اوكي? فهيما هيجي يديك الامبالس هو بيديك الماجنيتيود. انت اللي بقى بتحطها بوزيتل او نيجيتل. عشان انت اللي عارف. ات اتفقنا? بالاضافة لحاجة كمان لو غير التجاو انت ما بتخليش دي مايدوس. بتخليها بلاس. ماشي? طيب. حاجة كمان بالمرة. لو انت عندك كرة. خبطت في كرة. الكرة دي ماشى كده ها. والكرة التانية ماشى كده اهو. اه اتقابله هنا. خبطوا في بعض. ايه سمي صفحة نصين. حصل تصادل. اه اه ام وان في وان داش وام تو في تو في تو داش. في مشكلة. انا بهاندل موضوع ده بان انا دايما باعتبر الكرة الاولى. هي البوزيتف. فالتانية لو زيها تبقى بوزيتف زيها. لو عكسها تبقى نيجيتف. اه لو الكرة الاولى ارتدت هي كدت بوزيتف ارتدت هتبقى نيجيتف. لو الكرة التانية ارتدت شوف هي كده ايه. لو هي كدت بوزيتف ارتدت تبقى نيجيتف. لو هي كدت نيجيتف ارتدت تبقى بوزيتف. اه اه. في حياتي. صلى على النبي كل ده عارفينيه كل ده عارفينيه كل ده عارفينيه كل ده عارفينيه. ماذا لو ادك الامبالس. ايه ده. مشكلة لو اداني الامبالس هيديني انا الامبالس في الكرتين في التاريخ اطورة جدا ركز بقى بالنسبة الامبالس الاولى اللي هو نفسه بيساوي امبالس التانية فرق اشارة اسمع بقى الحتة دي كل الكرة يا صديقي بيكون اتدفع عليها في عكس اتجاه عراكت يعني الاولى هتندفع شمال يبقى الامبالس نيجاتيب والتانية هتندفع يمين اللي هو نفس التجاه يبقى الامبالس هطفل منك طلب صغير اوي الحتة دي انا شرحتها وهتلاقيها تقريبا في وشرحتها كتير اوي وانتو ستل بتتلقبطه فهعمل حاجة صغيرة اوي بصمك ها بصمك هالي بصمك هالي احنا وقالنا بطول السنة بنبقى ركز معايا بقى لقى فاهمانا كفاء بطعيتش تعالى فاهماني بص لو انت عندك كورتين بيتحركوا دي الاولى ودي التانية حصل تصادم نتيجة التصادم بتتكون ظاهرة اسمها دفع اوكي فنتيجة الكوليجن اللي حصل كل واحدة بتدفع التانية مفيش حد بيدفع التاني اكتر ده الكورة دي يا جدع عليها وقفة وانا اللي جيت خبطتها فالكورة اللي وقفة اللي بالنسبالك ما عملتش اي حاجة هي دفعت الكورة الاولى اه فالدفع بيكون متبادل يعني ايه متبادل يعني مثلا لو انا جيت انتلك نتيجة التصادم الامبالس بسيفن كه الامبالس نتيجة الكوليجن بكه بسيفن ده معنا ان دي دفعت دفعت دي بسيفن ودي دفعت التانية بسيفن اه انت بركز معايا مش فاهد تاني الدفع يا صديقي دايما بيكون متبادل مفيش حاجة اسمها جسم يدفع التاني والتاني مايدفعوش واحد يقول لي ممكن التاني ما عملش حاجة مفيش حاجة اسمها كده حضرتك انا لو جيت ادتك بالقلم هيحصل تصادم بين ايدي ووشك نتيجة التصادم بتتولى الدفع ايدي بتدفع وشك ووشك بيدفع ايدي في امت حاجة والدفع بيساوق بس في عكس الاتجاه اه انا لما ضربك بالقلم كده انا دفعتك امتا 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 اندفعتك كده وامتا دفعتين انا كده هده اللي حصل دلوقتي في الكرة دي بس ازانك تركز ادي جسمين بيتصدموا سمي ده جسم 1 سمي ده جسم 2 حصل هنا تصادم الجسم الاولاني ده السؤال بيندفع يمين ولا شمال الامبالس الحادث الدفع الحاض صور يا جماعة انا قطل لكم لما اجاب عايز ايكل وتعبان التانية ببوز مني الدفع المؤثر على الجسم الاول يمين ولا شمال قول انت كده يمين ولا شمال يبقى الايوان شمال والدفع اللي اتأثرت بي الكرة التانية يمين والاتنين بيصابة الايوان قد ايو الامبالس واحد بس فرق صين اه الجسم الاولاني ده حضرتك لما اتخبط يعتبر كائمة زق شمال والتاني لما اتخبط كائمة زق يمين فعشان كده تعالى بقى نرجع لدي احنا دايما بنفض الكرة الاولى اتجاهها ودايما الدفع بيكون عكس اتجاه الكرة مش عكس اتجاه الحركة عكس اتجاه الكرة مش عكس اتجاه الحركة عكس اتجاه الكرة مش عكس اتجاه الحركة مافهمك عن ايه دلوقت فدايما بيكون الامبالس اللي حصل على الكرة الاولى بالنيجاتيف فلما تيجي تستخدم القانون هتستخدم I equal M الفي 1 الجديدة minus الفي 1 اللي قبل انتصادهم بتحط دي كده كده نيجاتيف حتى لو غيرت اتجاهها انت مهندل الموضوع ده بالسين او الديريكشن وبتحط ال I دي نيجاتيف بتنساش اتفقنا شوف كده حازم الاسئلة الموضوع اللي انا بقول دلوقت يا جماعة ده في غاية الخطورة في غاية الخطورة ما تنساش لو ادك ال I impulsive مسألة تصادم استخدمها الله لاحل مسألة استنى لاحل مسألة فينا جسف فينا جسف ادي M1 5 كيلو جرام ما تدكش ال V1 ما تدكش ال V1 داش M2 3 كيلو جرام ما تدكش ال V2 ما تدكش ال V2 طبعا انا حل ازاي قال لك اتنين بيتحركوا in opposite directions يبقى ديكده كده كده ماشي اضع الله ازاي ماشي بص السؤال 2 balls 2 bodies moves in opposite direction the first mass 5 والتاني كيلو جرام يعني والتاني 3 كيلو جرام the first ball or the first body is was moving كان بيتحرك بسرعة 30 meter per second and the other body was moving by velocity 20 meter per second فروح انا كاتب كده 20 meter per second تحس ان انا خنزير جبت سبالة تحنتها وعمل ارضع زبالة لانه مفروض احط هنا ايه negative لانه هو في الاول خالص لانه هو في الاول خالص قالك in opposite directions فالاولاني كده كده ده كده اليمين ده كده ال positive direction في مشكلة كيلو جدا فاسبلك v1 dash مجهولة و v2 dash مجهولة هتقول لي يبقى لما خبطوا عاملوا جسم واحد فيبقى مفيش داعي نحط v1 dash لا 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 فيه داعي ما عملوش جسم واحد وهم قال لك هتلي v1 dash وهتلي v2 dash لو لسه انت فاتح دلوقتي حالا حالا بصص عليه كده بتقول لي ايه دا طب هو ازاي دا ممكن يحصل شربوا دول مجهولين ولكن اولا ما قد يتجابري بتقول لي ان لو عدد المعادلات قد 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 لها المجهل الاكسيم ولا تحل دول مجهولين وانا مش مهاجر معادلة واحدة ما هو بقى قدك معلومة وهي دي اللي فيها الت ده. قالك ان الامبالس اي رقم مسلا سيفن نيوتن دوت ساكن. طبعا يعني حسنية قليلا قوي خليها سيفن تي. اي ان كان بقى مش فرق اوكي? يعني الرقم ده انا مش متأكد انا ما قاله في المسألة دلها دي. في الحالة دي يا صديقة عشان تحلها دايما اتعود انا بقولك اهو. حلها بالاولاني. قول ان الاي بتساوي ام في داش مينس في كده كده. وخد الاي الاولى قطعها سيفنتي والام فايف والفي داش دي وان كده ودي وان كده ودي وان كده ودي وان كده. الاتنين امبالس قد بعض في المجنيتيود. بس الدايركشن لأ بص في خطأ هنا في خطأ هنا. الفي وان داش هي دي اللي انا عايز اعرفها. مينس الفي وان بسيرتي. كل ده صح. بس هتلاقي في الاخر نفسك جاية بسفر لان دي ايه? ها? هنا الاي وان بنيجتيف سيفنتي والاي تو ببوزيتف سيفنتي. يعني انت لو عايز تطبق نفس القانون هناك اي تو ايكول ام تو. في تو داش مينس في تو حزموا الكلام ده مش باين كله صح? ده? كده. انا اسف يا جماعة لو شرحت حاجة ما انتم مش باينين. ايه الفكرة كلها في اللي انا شورت عليها وانتم واصلا كانتش باينة قريبا. خلاص? نفس الكلام ممكن تعمله في الاي تو بس تحطوها بوزيتف سيفنتي. هنا ماينس بلاس تبقى بوزيتف تو اه سوري ماينس ماينس تبقى بوزيتف تواني. اوكي? حد تفهم حاجة يا جماعة? بس الحتة دي هو النبي خطيرة قوي. خلي بالك منها. بعد اذنك. خد اسكنينشوت دلوقتي. اه والحتة دي ارضعها. افتكل ان انا حزرتك من الحتة دي. افتكل. اه. انا دلوقتي يا جماعة هسمع بقى لو حد عنده استفسار او اي حاجة هرد عليه. اه. اقول. صفا انا بقولك هي نيجاتيب. هي في نيجاتيب انتبوش شافاه. هي نيجاتيب انتبوش شافاه. هي التن باي ناين بوينت ايت. باي البراكت ده كله في قابليها نيجاتيب. فعملي نيجاتيب في الكلام ده كله. بلاس تو ساوزنس. كل ده ديفايدت فايف. ها. امينة. ماشي. اميرة. 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 يا حازم يعني انا مش معقول انت بتعمل ده. اه. في كلم في النص كده. ايه. هل اميرة. لي تضايقية ده. في الده بدغل عائده. جبت السنتريش؟ اه. لا با حط امجي بس. اميرة بتسأل بتقول لي بص على مزطا. لو البلين انكلاين. وانا عايز احسب وورك. الويت. فوورك الويت يعني اميرة بيساوي بينوت مينوس في. اوكي طب لو انت يصدق بقى انا اللي هحسبه مانيوالي ففي هنا ام جي اوكي على حسب انت بتجيب الاس ولا لهاية امير بمعنى لو انت عايز اوورك الويت ومعاك الاس ساعة هتقولي ام جي ساين سيتا اللي هو الكمبوننت اللي هناك ام جي ساين سيتا في الاس اللي اطلعها وما تنسيش تحطي نيجاتف عشان هو طالع لكن الشغل اه سوري الفورس تحت فالوورك هنا مقاوم لكن لو انت عايزك تجيب الوورك بتاع الويت من الهايت فساعة هتقولي الام جي بس في الهايت بس هي اصلا اس ساين سيتا كده كده بالهايت اصلا ايه دي نفس السيتا اوكي بس في حاجة ما نسيش تحطي نيجاتف ها منير ماشي مونير بيسأل بيقولي في درس الورك لو انا معايا الاف الاس كده كده فاريبل يا مونير عارف يا مونير امتى الاس ما تبقاش فاريبل لو الجسم ما بيتحركش فده لا يمكن يحصل الاس كده كده فاريبل دي الدس بلسمانت انت بتتحرك الاف لو فاريبل ده ما تلاقيه في tips and tricks خلاص هتطرر استخدم القانون ان الورك بيساوي انتجريشن ال باور ويز ريس بيكت تو تي اوكي انما انت سؤالك غريب او مونير ليه عشان هو التعريف كده قانون كده اصلا يعني الكلام ده انت مسلا مش عارف طيب انت كنتش بتاخن معايا او كنت بتاخن معايا فلو انت كنت تاخن معايا من اول سنة انا قلت ان ده قانون اصلي وان القانون التاني ان الورك بتساوي ف دوت برودكت اس لو هي فيكتورز يعني ده جاستن كيس او ف ف اس بس حتى جاستن كيس ان الفورس كونستن ده اوكي حتلا ايه لازم طبعا يا جماعة تشوفوا فيديو Jessie and tricks رولع ايه طلعت صح يا جماعة السؤال ان انت قلت عليه صحة بروى Et what are you on vote مشاكرا يا صف ستلاقيها في toda بتفرق طبعا تلايا رولع في والتحت في الأسنسير يا جماعة فيه N فوق الأسنسير وهو طالع لو الأسنسير تبقى الـ N أكبر من الـ M G لو الأسنسير تبقى الـ N أقل من الـ M G لو الأسنسير تبقى الـ N بتساوي الـ M G اعكس كل ده لو كان نازل رولا في سؤال الجسم اللي بيقع من بلونة والبلونة طالعة بحط الأكسلريشان نيجاتيف لأن أثناء ما البلونة طالعة الجسم جواها فالجسم بيمتلك نفس سرعة البلونة فالجسم لما هينفصل عنها بفرض أن البلونة كانت طالعة بفلسطي سيرتي ميتر بر ساكند فالجسم أول ما هنفصل هيبدأ بفلسطي فوق سيرتي ميتر بر ساكند فكأنك حدفتي الفوق رميتي الفوق بسرعة سيرتي ميتر بر ساكند فتبقى الـ N واحد يقول لها مستر إيه الفرق بإن أنا أمسك جسم مرميل فوق بسرعة سيرتي ميتر بر ساكند أو إن أنا حط الجسم في بالون طالع بسرعة سيرتي ميتر بر ساكند بعدين أخليه يقع ما فيش أي فرق هي هي محمود عبدالقادر ركز ياه هتعرف إمتى من الـ محمود هتلاقيه كاتب مثلا كاتب لك الـ بار سري تي بار سري مينس وان مش فاهم يعني ايه باور فاريبل كده الباور فاريبل هو لأنه هو دبند على فاريبل لما يكون هو محتمد على فاريبل يبقى هو فاريبل ماشي يا عمي بقى من ده يا عمي محمود ينفع كده عمي محمود يا عمي محمود ده دي حاجة بيني وبيني ركز كده معاين يا عمي محمود الفرص بتساوي في المومنتم ده الصح الفرص لا تقلق م إلا لو إلا لو إلا لو إلا لو الماس كونستنت فالف ممكن تساوي م إيه اللي هو أصلا القانون اللي انت عارفوا دايما جوستن كيسن الماس كونستنت بس فأنت بتقول لي ليه بابا مش كاش ان هو ده قانون أصلا اه 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 ريبوند اسمع ريبوند مش عارف انا خدتها في الكورس كده لا لا خلاص خلاص ده سؤال عادي جدا بشف لبعض اسأل غلط ورقة القوانين مكتوبة غلط يا جماعة ورقة المفاهيم عندكم مكتوبة غلط مكتوبة غلط مكتوبة غلط وفي حاجة اسمها افريج فيلوستي فيكتور دي غلطة من كتاب المدرسة اثناء الترجمة اوكي في حاجة اسمها افريج فيلوستي بس اخطأ في الترجمة في الورقة اوكي فما عندوش حاجة اسمها سبيد هو بالنسبة له السرعة meinen فهو اخطأ في الترجمة بس في الامتحان الامتحان مفروض بيبقى متراجع. فهيجي لك كويس ان شاء الله. يلا عشان هايباد هيبسل. اه. سندس وليد مش فاهم. طيب انا شفت اه كزا حد عمال يقول لي الفرق من الاستيك والان الاستيك اوكي? التصادم المرن هو حينما يحصل يحدث تصادم وتبقى كمية الحركة بدون فقداره. وده اللي انت بتدرسه. لو هي اين الاستيك هو غير مرن فنتيجة التصادم بتتولد حرارة بتتولد برباء فكمية الحركة من السبت. فلو هو اين الاستيك هيجي في الامتحان هيقولك مثلا فقدت كزا من كمية حركة. واحد يقول لي مستر هو هو انا مش فاهم. مش فاهم يا حبيبي. مش ام وان بي وان بلس ام تو بي تو ايكوز ام وان بي وان داش بلس ام تو بي تو داش. المومنتم بتوع الجسمين قبل التصادم بتساوي المومنتم يعني كمية الحركة لو ده نقص شوية ده زادها. ولو ده نقص شوية يبقى ده اللي زادها. فكمية الحركة سابت. الا هو انا لو غير مرن نتيجة التصادم اه حصل فريكشن حصل برباء فالكلام ده المفروض انه هو مش من منهة. بس عادي ممكن يجيب لك سؤال عليه بس هيوضح بيقولك ان مثلا في عشرين في المائة من كمية الحركة بقدت. فلو ده حصل يبقى ده مسلا بتساوي عشرين على مية. كمية الحركة الجديدة الاتش الجديدة بتساوي عشرين في المائة سوري هو فقط عشرين في المائة يبقى باقي تمانين في المائة. فاهمين حاجة ما؟ ومعتقدش انها تيجي حاجة زي كده بس انا ديني قلتها. تشوفوا الفيديو ها. ماشي مفيش اتين يا اكزام اتين ده مش موجود يا منه. شوفها في سكيرو الماينسد يا ميزان يا ميزان ايه اسمه ايه؟ يا مارسلينو شوف المسألة بتاعت الزيت اللي بيقى يغبص في الميزان ده هتلاقيها في سكيرو الماينسد مشروح حلو او. حبيبا عايصا اوكي؟ مستر في سؤال في سكيرو الماينسد كان ايف ده بادي بتيتيب ربق في سكوير موفينج كزا مش عارف ايه حضرتك مطلعتش فقفلتك لكن لو عملنا على طول هيكون في ايه بنيجاتف فايف فليه ما تقولش ديسيلراتد يا ايه حبيبه ده؟ في سؤال فيه بادي موفين بايريليشن كزا في الطايم ده الطايم باثنين مش فاهم مش فاهم يا حبيب معلشش اللحظة P square equals 3 negative 3 T square plus 2 T minus 4 T equal A 2 seconds The motion of the body is derivative ما تلاهيتش derivative انا مش فاهم انت عايزة ايه طب حبيب عصام ممكن توضحي بس اللي انت عايزة شوف كده حبيب عصام ده هتكتب ايه ايه عايزة تشوف ايه مش فاهم اه حد يا جماعة ونبي يحليلي دي كده يجيبلي الحلول عالكالكولوتور اهه اعمل مدى كوجن 3 وكتب negative 3 negative 3 negative 3 2 negative 4 وكتب negative 3 بعد ازنكو انا اللايف بتاعي فاهم كوملكس اوكي بارباريز باربار باربارس بابرس بابرس اوكي بابرس عادي طيب بص يا حبيبة السؤال ده مالوش روتس مالوش سيليوشنز عارفة ده معنى ايه دي علاقة خرق على علاقة خطأ ليه بقى لان ده دايما نيجاتيب لو جيت رسمتيه كده هتلاقيه ده عامل كده كوملك صح زياد عامر بنت بتقول لي مفيش حي كلهم فيه اي يا شاربو اي دي اللي اي يعني اوكي ماشي خلاص يا جماعة شكت بقى مسألة العامل استنى يا جرع هاي فهيطلع تحت يا حبيبة اوكي فمعنى انها تحت كده ان القيمة دي القيمة دي اولويز نيجاتيب ازاي بقى بتساوي في سكوير اه القيمة دي اولويز بوزيتف فهمت حاجة فالعلاقة دي خلق غلا فده السؤال المهم يعني مش عارف ام تستخدم بشوي بيقول لي ام تستخدم قانون الباور ايكوالز التوتال وورك اوبر غير افرج لا ده افرج بس الافرج باور هو التوتال وورك عالتوتال تايم ما ينفعش اقول ان الباور بيساوي الورك عالتايم اه الباور دريفتف الورك امتى يساوي الورك عالتايم امتى يساوي الورك عالتايم لو افرج باور طب احنا لما نعمل دريفتف هيكون عندنا يا حبيبة انا فاهم ان انت بتقول لي هيكون عندنا في دوت اي ايكوالز نيجاتيب فايف جاهزة من غير ما نجيب في لوحدها ايوة يا حبيبة انا فاهم والله بس العلاقة اصلا غلط ده لا يمكن يحصل هذا لا يمكن ان يحدث يعني تلاقي المسألة اصلا كانت غلط فانا عشان كده قلت للمعلومة دي يعني مسألة غلط اصلا وانا مش حمار برضو مش هحل لأي حاجة العلاقة دي خاطئة العلاقة دي لا يمكن تحصل انت فاهمت اللي عايز اقولوك ده يعني كده لو جيت تجيب الفيه بروت حاجة يعني ما ثقره فده لا يمكن يحصل اصلا كرولوس مسألة العامل اللي بيشيل اوزان يا كرولوس المسألة دي مهمة جدا 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 وانا شرحت زيها مسألة الطفل اللي شلت قطعتين وشرحت زيها مسألة الووتر بامب اللي رفع الماء هي هي يا كرولوس بتعرف ازاي الامبالس بالنيجاتف وهو مش مديني السرعة بعد التصادم لو هو يا محمد يا رمزي قالش يا جو احنا بندحك كده قطعت الفيديو بتاع السكي لما قاله ان تعبية ولا الله مع بحمد ارامزي يا محمد ارامزي اين محمد رمزي تلعت فوق محمد ارامزي بيقول بنعرف ازاي الامبالس بالنيجاتف يا حبيبي يعنيسة شريح الامبالس بالنيجاتف يا راحت فانك اليمبولس بالنجاتف لو الجسم كمل فنفس اتجاه او لو في تصادم الكرة الاولى دايما اليمبولس بتاعها نجاتف اوكي على اسر ان تشراح الكلام ده ممكن شرحة فكرة اليمبولوني 스크링 سوف تكون في المقاعدة توجدها في الحصوص الاصليه كل ده عادي ممكن حل سؤال تبقى بادي بيلدر يعني ايه بادي بيلدر ممكن ما اسأله لو فيه طيب ما هي هي فيكس او في الحيط منا محمد فكري مسألة البليارد دي ممكن تيجي والله مش عارف يا منا المسألة دي انا جايبها من اي جي اوكي? اه مش موجودة في السنوية عامة بس هيها مسألة حلوة جدا وظريفة فانا حطتها في تحفة عشان خطر تعجبك اوكي? ايه عشان خطر تعجبك وكلكم. ممكن سؤال حبل اللي متعلق بالبولي مسألة مين اكبر في الوقت طالع يا جماعة مش فاهم حاجة صلوا عن نبي طيب اه في الكومنس بتاعتكو ناس كتير قوي قالت اني عندها مشكلة في الجرافز فانا هستأذنك انا عامل فيديو رهيب رهيب ولبس قنيس رهيب في الفيديو لو تفتكروا الفيديو بتاع الجرافز فانت هتلاقي السメري بتاع الجرافز وعمل اربع ساعات تاك 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 حالل كل حاجة تتخالها ومتتخالهاش ولو ريكزت في الفيديو وسمعت كل اللي انا بقوله هتلاقي ان مفيش اي نوت فيتاك كل الجرافز حرفياINGS موجودة في الفيديو ده فلو سمحت لانه اي مشكلة في الجرافز هيشوف السمر الاول او يفتح كتاب السهير بعدين يشوف الفيديو اللي هتلاقيه في في ناس بتقولي انا مش موجودة اي حد مش طالب معي وعايز فيديو جرافز خش بعت ميسج وانا عبعتهوله على البيج اوكي وانا قلت بيج كده بيج عادي طيب ممكن بقفل احنا بقلنا اديه كده حزم كتير او بص كزا حد عمان يقول لي يا مستر ايه الافكار التراكمية اللي بتيجي معرفش انت مفروض تبعارف كل حاجة شيربي انا باخد معك من تاني سانة بجد اتعلمت منك كتير بس مش في الماس حبيبي اياد والله بص اياد يعني ايه بحبك بحبك يا اياد حبيبي حبيبي حلا لا يا شيربي هاتي بحشنة خلاص يا جنران بلاش محنة بقى بلاش محنة عايزين نتكاد حبايبي اه اه وقت المحنة ليس الان اه خلينا بحشك بكرا ان شاء الله بكرا ان شاء الله هبحشك واعملكم فيديو اه في حاجة مهمة جدا باجي في اخر كل سنة اه خلينا نفتكر كويس قوي احنا مش بنتعلم مسألة احنا بنتعلم من المسألة كذلك انا انا مش شغال مدرس بس بافضل اعلمك انا زي ما بعلمك فانا بتعلم سواء بتعلم من المواقف اللي بتحصل كل يوم سواء بتعلم منك انت شخصيا اه سواء بتعلم بالقبرة من الزمن خلاص اه فانا باجي كل سنة في اخر السنة هتقيني بكرا انا اتزال لك فيديو هودعكو فيه اه وهديك شوية نصايح تعمل ايه في الجامعة اه تشتغل على نفسك ازاي ان شاء الله لما تخش جامعة اه ازاي ازاي تغير حياتك انها تكون اه افضل اه عشان اكون وصلت كامل رسالتي اه انا قلت قبل كده وهقولها تاني بكرا انا مش قدوة لحد اه ممكن تاخدني قدوة علمية او ممكن تاخدني قدوة مهنية يعني انا الحمد لله اه لو جينا نتكلم انا مدرس شاطر جدا ده مش غرور اه دي فاكت حقيقة فانا بقولك انا علميا شاطر جدا الحمد لله اه مهنيا ناجح جدا كل ده ممكن تاخدني قدوة فيه انما انا مش شخص قدوة يعني مفيش حاجة اسمها انت هتشوف انا بعمل ايه فتعمله لان انا مش كويس في كل حاجة فانا اللي انا عرفه او اللي انا كويس فيه ان شاء الله اه هتلاقيني بكرا بديك شوية نصايح يمكن بس الحاجة الزيادة عندي مش عندك غير العلم غير العلم يعني اللي زي انا اللي عندي مش عندك هي حتة الخبرة ان انا بقالي كزا سنة بتعامل مع طلاب بتخش جامعة بتشوفهم اتخرجوا بتشوفهم داخلوا كلية كزا كلية كزا كلية كزا اه ففي شوية نصايح اخيرة ارجو منك بشدة انك تتفرج على الفيديو اللي انا هنزله بكرا بازن الله هتحلو كويس بكرا اي حد باقي يقولي هتوحشني حبيبي اشيربو شكرا انك تعبت معنا الكلام ده كله اتجله البكرة بعد ازنا بكرا باقي لو جيت اعملت اي حاجة مش هيقولك ما تضيعش وقت فربنا معاكم ان شاء الله هتحلو بكرا كويس اه وانتو كمان هتوحشوني بكرا باقي نقول الكلام ده اوكي باي باي في حد يعرف يقفل لايف والله استنى عشان بس يتسجل عشان يتسجل دي هتبقى كارثة لا تشوف في اي حاجة تسجله انت مش عارف يا دين امي يا دين امي يا دين امي يا دين امي يا دين اخوشن